مقر بدون ورق اليوم معانا ونورتنا دكتورة ابتهال الخطيب وش حياتي الله دكتورة اللهي حييك سعيدة وجودي معاكم احنا سعيدين بقبول وش الدعوة صراحة احنا نبذى حق اللي قاعد يسمع عن مقر بدون ورق وهو مقر بدون ورق تثقيفي للمرحلة اليائية سياسي تثقيفي اكثر اصلاحي نريد نناقش فيه افكار احنا تناقشنا في تاريخ الكويت السياسي ومحطات الاصلاح مع احمد لديين وتناقشنا مع منافل هاجري في الاصلاح الاقتصادي وفيصل يحية في اصلاح السياسي والحكومة المنتخبة والنظام اللي موجود والنظام اللي وطريقة الاصلاح اللي هو يشوفها للنظام اليوم بدنا تكون الحلقة اكثر دكتورة عن خنقول الاصلاح المجتمعي والحقوقي كون ان انت متخصة اكثر وتكتبين ما شاء الله عليك حتى قاعد اشوف المقادرة اللحق على المقالات ما شاء الله تكترى يعني انا تسحبت مقالات وما شاء الله يعني تكتبين فانا قابل الله انديش حتى بالموضوع ابيعرف انت شون قاعدت ليين الوقت ان تكتبين مقالات يعني انا في مقالة دورية تكتبينها انت بشكل دوري فهل هذا يتطلب وقت ولا بالنسبة لك شيء انت لا والله يتطلب وقت وجهد وبحث قبل فتلاقيني انتهي من مقال ابدأ باللي وراي يعني ايامي متلاحقة في التفكير في الموضوع وفي بحثه شوية وبعدين كتابة المقال وبعدين تدقيقة فالموضوع مرهق شوي لكن لا جوانب ايجابية عظيمة لانه تنفيسي يعني بمجرد ما يطرأ طارق انت تشعر ان عندك مساحة بتتكلم فيها تكتب تنفس حتى عن نفسك احيانا حتى مواضيع انسانية شخصية يعني كنت في مقالك موجود لما اصبحت رقم او شيء كذلك فخوش مقالات اعطيت شلافية تكترى فاليوم في مقال معين وهو اللي الفت نظري اللي هو الرقية المدنية ودي انا وشي قاعد تسأل منيرا شان رقية المدنية وحاولت اشرح ليها كتعريف وودي اسمعها منك كصراحة شان رقية المدنية قول ما عندش في تفاصيل المقال هي الرقية او الرقية هي فكرة دينية انك ترقي احد يعني تقرأ عليه الادعية او الآيات القرآنية انا قلبتها الى اتجاهها المدني وتكلمت عن هذا النوع من المباركة بس مدنيا ذكرني عاد شنو موضوع المقال راح اقوله بس قبل قبل هذا يعني حتى يعني ودي انا ااخذ يعني ودي استقل المناسبة هذه ان انا اسئلة سؤال حتى انت في مقالاتك كتبته ان فيه ناس يشوفون دكتور ابتهال خطيب يمكن اكستريم في اراءها ممكن تكون غير واقعية بالنسبة حق المجتمع عندنا ابي عارف انا يعني وجهة نظرت في هذا الكلام علشان حتى احنا يعني نشيل هالموضوع انا في واد الناس لميون يقول والله دكتور ابتهال ونخاف من وجهة نظرها يمكن وجهة شوي اكستريم فيه اشياء نختلف عليها ممكن لكن انا عن نفسي ما كنت اشوف الاكستريم اكستريم بس انا بي افهم منك دكتور شنو ليش هالكلام موجود عنك يعني انا اقدر هذا الراي تماما واتفهم دوافع واتفهم من وين يعي انت ما تشوفه لانكم انتوا من جيل لاحق اكثر تفتحا على العالم انتوا ولدتوا لوسائل التواصل وولدتوا للانترنت متفتحين على العالم فيه اشياء احنا جاهدنا عشان نعتادها بالنسبة لكم تحصيل حاصل فالغربة في كلامي اتجاه او اللي يستشعرها الناس غالبا يكونون من جيلي او جيلي الاكبر اللي يشعرون اني انا قاعد اقول كلام خارج نطاق المتوقع والمقبول او المحتوى الاجتماعي اللي احنا معتادين عليه انا يعني اتعاطف واتفهم اتعاطف معه واتفهم هذا الموقف وادري ان الكثير من الاراء اللي اطرحها احيانا تبدو صادمة او مختلفة مو لان في شيء خاص في ارائي ولكن لاني يمكن تجرأت اني اتكلم في مواضيع غير سائدة في المجتمع ولذلك يتجنبها حتى المؤمنين فيها يعني احيانا نيني اللوم حتى من الناس يعني ايه احنا معاش بس يعني ليش ما كلا داعي تتكلمين في هذا الموضوع لان احنا عندنا المواءمة المجتمعية والرضى العام اهم من الرأي المختلف واهم من يعني التطوير المجتمعي يمكن اللي انا بيتكلم فيه من خلال المواقف اللي اقولها بس مفهوم مفهومة يعني مفهوم الاستغراب هذا اقدره واتعامل معه وهو نتاج متوقع يعني ايه تمام احنا نقدر منيرا تحطي لنا المقال علشان انديش في المقال في وايد مواضيع فحنا نقدر ناخذ المقال كخارطة حق اليوم يعني احنا نروح حق الصفحة الثانية ايه انا مسوي هايلا الامور اللي انا احس انها هي يعني ممكن تكون فصول نتكلم عنها اول شي قلت سيتطلب الوضع عن الوضع القادم للعهد الجديد سيتطلب الوضع مهادنة سريعة مع المعارضة خصوصا الموجودة خارج الكويت وايجاد مساحة كافية لها على الساحة المحلية فمن اجل ان يستقر الوضع داخليا لابد من خلق حيز يمكن ان تتواجد فيها المعارضة حيز كريم قابل لان تعيد المعارضة تعريف نفسها من خلاله بحرية واريحية نبي نفهم اطبعا في البداية انت قلت خصوصا الموجودة خارجة وايجاد مساحة كافية لها على الساحة المحلية يعني انت مو بس عندك ان لازم يردون المهجرين نقدر نقول لكن نعطيهم مساحتهم داخل الكويت ليش هذه مهمة بالفترة القادمة دكتورة انا اعتقد ان هذه المساحة المعارضية مهمة مو بس في الفترة القادمة مو بس للكويت في اي مجتمع مدني مهم جدا جدا ان تكون هناك مساحة للمعارضة ومهمة للحكومة قبل ما تكون للشعب مهمة طبعا للشعب تنفيسيا اظهارا للرأي الاخر لا بد ان يكون هناك صوت مقابل للصوت السائد لان المجتمع اللي كله نفس الشيء صوته واحد وشكله واحد فيلم رعب مو مجتمع شيء مخيف يعني لذلك الاختلاف والتباين صحي الاختلاف حتى مع الآراء اللي انت تؤمن فيها تماما لما يأتي رأي مختلف معاك يظهر لك وجهة نظر كانت غايبة عنك زاوية انت مقدر تشوفها من الموضوع لانك في النهاية يعني بحكم بشريتنا اللي تحد من قدراتنا احنا نرى من زاوية واحدة فقط لكن مهم ذلك جدا للحكومة لان وجود حيث تنفيسي واحد مهم واحد مهم عوضا عن ان الناس تغضب وتعمل ثورات او ترتكب افعال عنف او شغب الصوت المعارض يمتص كل ذلك وينفسه بطريقة منظمة يضع لآلية للعمل يرتب نتائجه وتداعياته لما يكون عندك معارضة منظمة انت تنظم الغضب تنظم ثورة الناس تنظم استياءهم يكون فيه منفذ واضح ولا آليات الناس تنفس فيه لما تكتم هذا الصوت الناس تغلي تحت الطاولة وبعدين يخرج الرد الفعل غير منظم عنيف وتكون تداعياته خطيرة لذلك الصوت المعارض مهم جدا للجهة الحكومية مثل ما هو مهم للجهة الشعبية هناك مقال لقد تكلمت فيه مرة انتقدت عن طائفية انثيت اسمه اذكره عن المقال انت نتقدت حسن نصر الله وانتقدت متسلن براك وانتخادت المسلمة برّك وقتها كان أنه كانوا ينمون سلوك صدامي نوعاً ما أنا ممكن ما قلتها صدامي لكن هذا اللي فهمته وأهما خنقول روس المعارضة فأهل الفكرة أن نرد المعارضة ونرتبها ولا ننظمها مثل ما قلتها هل هذا راح يشيل الجانب هذا الصدامي اللي أنت مختلفة معه ولا أصلاً خنحلل الجانب الصدامي قبل ما ندش في التركيبة أول مقابلة أن نسأل فيها سؤال مباشر عن هذا الموضوع يعني نرى الشباب فقط قادرين على فتح مواضيع مثل هذه تعرف أن اللي مخيف أو مثير للجدل أو يتم تفاديه لجيلنا هو موضوع يتم تفاديه عندكم وليجيلكم نحن بدون مركزة دكتور نحن نرأي سوي داعي مرة واحدة هو في وقت الحراك كان كنت أنا ومجموعة من الأصدقاء في الواقع نعاني من حالة جذب لأننا كنا عندنا شعور معارض قوي للمنهجية الحكومية في ذاك الوقت ولكن ما كنا نشعر بالانتماء لرؤوس المعارضة من جانب آخر أتذكر أن أنا حتى قدمت ندوة كان في ساحة الإرادة مع المعارضة وتكلم فيها ضد رؤوس المعارضة أو رموز المعارضة الشباب أعطوني مساحة أني أتكلم ضد رموز معارضة في ندوة معارضة ويعني أتصور أن هي أغضبت بعض المعارضين وقاموا وكان في رد فعل قوي كان شعورنا أننا لا ننتمي لكل الطرفين وكنت دائما أتكلم عن الطريق الثالث حتى بعد فترة أصبحت مزحة يعني أوه يت اللي بتطريق الثالث كنت أشعر أننا نعم معارضين للتوجهات الحكومية لكن النموذج المقدم من المعارضة ما كان نموذج صالح كان ضايع ما كان لأهداف واضحة كان يحمل الشباب أكثر من الرموز وهو ما رأينا تداعياته الخطاب ما كان جيد اللهجة ما كانت جيدة كان خطاب أنا أعتقد أنه نزل شوية مستوى الحوار عموما وأشوف تداعياته اليوم على التويتر أصبحت أنا أسفة في الكلمة أصبحت الصفاقة مقبولة وكأنها نوع من البطولة فخلقت المعارضة هذه تحديداً بطل من نوع جديد البطل اللي مو مهذب البطل اللي نوعاً ما يستخدم ألفاظ وأساليب بالنسبة لي يعني ما كنت أجد نفسي فيها كذلك أنا عندي طبعاً ملاحظات شديدة على رموز المعارضة من قبل أن يصبحوا معارضة يعني هم في يوم ما كانوا كانوا في أكثر في صف السلطة وكان في مشاكل تصويتية كان في مشاكل مواقفية اجتماعية قانونية سياسية وأنا أعتقد أن بعض من رموز المعارضة مثلاً ثبت بعض الممارسات المجتمعية الخطيرة في رأيي من قبل حتى حراك المعارضة فأنا ما أشوفه أنه بحجم الضرر اللي تم سابقاً يصلح هؤلاء أنهم يصبحون رموز معارضة تمثل الوجه الإصلاحي في الكويت لذلك كنت أتمنى على الشباب أنهم يجدون طريق ثالث وهم يقودونه لا يقادون من خلاله يعني أنا الآن تمام بس علشان حتى اللي يسمع ويمكني يلومني دانا ما قلت لكي الكلام هذا طبعاً في فكرة تقول لك أنه بذاك الوقت إذا ما كان في تصاعد بهذا الشكل وما كان في كلام بهالحدية خنقول ما كان راح يكون في أي نوع من التجاوب الحكومي لمطالبات المعارضة فهم اضطروا أن يوصلون إلى هذه المرحلة ويكلمونهم بهذه الطريقة بحيث أن يحسون أن الأمر جدي خاصة كان في تأثير وقتها من الربيع العربي وعدة معطيات وقتها كانت يتأثر على فهل هذا شيء فعلاً نلومهم فيه بحجم كبير؟ نحن نقول والله يعني أنا أتفهم وأنا معاتبين في نظرة أن الأسلوب الصدامي راح يولد عينات من الطرف الثاني وعادة لكن هل أهمة اضطروا أن يوصلوا لي هذه المرحلة؟ هناك ناس يقولوا نحن واضطرين أن نتكلم بهذه الطريقة لأننا لم يكنوا يسمعون ولم يكنوا يجاوبون معنا حتى جلسات لم يكنوا يحضروني إلى آخره يعني لربما أتكلم عن تجربة أن يمكنك تحقيق أهدافك بدون اللجوء إلى هذا الأسلوب من تجربتي أنا الشخصية وأنا أتكلم عن الأسلوب كأحد جوانب الممارسات الخطأ وليس هو الجانب الرئيسي اللي أفقد المعارضة اتزانها يعني هو أحد الجوانب لكن ما أشعر أنه كان ضروري لتحقيق الأهداف كان ممكن تحقيق الأهداف بدون ما تهبط بالنموذج إلى مستوى أصبح الآن مؤثر شلبا على الشباب ما عندي مشكلة في الصدام يعني أنا بحد ذاتي أمارس مواقف صدامية يوميا في القضايا اللي أعمل فيها لكن كيف تشكل صدامك هذا؟ هل ممكن يكون صحي في اتجاه صحيح؟ نعم طبعا ممكن يكون الصدام صحي لما تصيغه بشكل صحيح لما تتحمل مسؤوليته حتى صياغة اللفظية ترقى فيه ما تهبط فيه لكن أنا أطلع وأمسك ميكروفون وأصف الناس بصفات وأقول فلان أعطيهم مسميات وأنزل بالحوار إلى كأنها هشت شباب يتطاققون بدل ما تكون يكون خطاب سياسي قوي يعني أنا رأيت أن الحوار والممارسات وكل ما تبعها هبطوا بمستوى المعارضة وأفقدها مصداقيتها وأفقدها كثير من التأييد اللي كانت في البداية حاضية فيه من الناس إضافة إلى أن التواريخ من أعدوا روحهم مموز كان عليها الكثير من المآخذ فكان فيه أكثر من عامل أساءل المعارضة هذا طبعا نقدي للمعارضة داخلية حكومة لعبت دور كبير في إسقاط المعارضة ودور ما خدمها وهذا المشهد كله لكننا نتحدث عن جانب المعارضة نحن نركب الفكرة اللي قلناها نحن نبي المعارضة ترد وخاصة المهجرين بطريقة منظمة هل نعتقد أن الحين عقوب أن نحن سمعنا فيه اختلاف في طريقة تفكير طريقة اللي كانت تمارس فيها المعارضة من قبل رؤوس المعارضة أنهم يردون ونعطيهم مساحتهم وانتي تشوف الممارسة خاطئة شلون هذه الفكرة صحيحة نعم أولا أنا ضد أصلا كل الإجعاعات اللي اتخذت بحقهم وإسكات أصواتهم هذه سواء كان الأسلوب يعجبني أو لا أنا الأسلوب معاجبني فكنت أنتقدة في ذاك الوقت وأقول للشباب ابحثوا عن طريق ثالث مو سكتوا هؤلاء ولا رفعوا قضايا عليهم ولا هجروهم لا طبعا وحتى إذا كانت العودة بذات الأسلوب فهو من حقهم أنت بالنهاية ما تستطيع أن تحكم ردود أفعال الناس أنا أستاء منها وما أشجع الناس أنها تتبعها لكن مو معناتها أني أنا أخرسها في النهاية أصوات المعارضة أو أصوات الموائمة والمشاركة راح تتنوع من حيث صياغتها وأدبها وعلميتها ويعني فعليتها السياسية مع مطالبتي بعودة اللي الحين يطلق عليهم مهجرين أو المنفيين وضرورة إيجاد مساحة لصوتهم لكن أرجع أقول لشباب سوو لكم طريقكم لوحدة اللي يجد مكان أكبر بجانب أصواتهم هؤلاء هم بيرجعون على نفس صوتهم على نفس أسلوبهم على نفس طريقهم السابق أنتوا لازم يكون لكم نموذج مختلف المرحلة تحتاج شيء مختلف أنتوا يجب أنكم تقدمون نموذج مختلف هذا النموذج اللي هم قدمواه عفا عليه الزمن مع الوقت راح يروح وهو لذيذ في وقته يحيج المشاعر ويهيج الناس لكنه ما يصل فيك إلى نتائج وهذا اللي شفناه فبالتالي حتى إذا رجعوا وحتى إذا استمروا في أسلوبهم اللي يفترض أنه ما يملك أحد أنه يحدده إلا بالسبل القانونية أشجع الشباب أنهم يجدون طريق آخر بالتأكيد فالأهم أن يكون فيه مساحة للمعارضة لمعارضة لمعارضة عفا مش المعارضة لكن لازم يكون فيه مساحات لمعارضات بأشكالها المختلفة المتنوعة تتنافس فيما بينها مثل ما الأصوات الحكومية والسياسيين موجودين يتنافسون جميلة حلو نحن نذهب للنقطة اللي عقبها فهذه الفكرة أقصد أنت ريحتيني وايد بالمقال ترى ما كتبت المقال هذا كل النقاط اللي بنتكلم عنها موجودة تقريبا وربما أفضل ما يمكن أن يطفي على المرحلة القادمة هو رفع درجة الحريات إلى مستوى يتواءم مع واقعية الحياة فنحن نرفع مستوى الحريات لتواءم مع واقعية الحياة بكل الحيوزات الترنتية الجديدة التي تعطي فرصة نحن كأن المساحات اللي موجودة عندنا مو متماشية مع المساحات اللي مفوضة نواكبها أو نتماشى معاها نحن نتكلم شوي عن الحريات ممكن نقدر ندش في أرياحية لأن أنا أشوف موضوع الحريات موضوع أنت ممكن تفيدين في وايد لذلك أريد شوي تأخذين راحتك فيه إذا تقدرين فشنو بموضوع الحريات اللي عندنا وليش مهم عندنا أن نحن نزيد مساحة الحريات أو نرفعها إلى درجة التوازن للتوب الواقع كنت تتكلم عن هذا الموضوع في مقابلة الحرية هي أحد أصعب المفاهيم اللي نتجت عصرية في الدولة المدنية أحد أصعب التطبيقات في الدولة المدنية الحديثة الحرية مفهوم صعب جداً صعب تعريفاً وصعب فهماً وصعب تطبيقاً يعني الحرية مش فقط فعل نتمتع فيه هو فعل ثقيل في الواقع ومؤذي وتعريفة يخرب طوايد وتطبيقها لا تداعيات ساعة الواحد ما يحسبها فهو مفهوم من أصعب مفاهيم الدولة المدنية الحديثة ليش إحنا متمسكين بمفهوم صعب تشري ومعقد في تطبيقها لأنه هو الوحيد اللي يضمن السلام للناس إذا الكل يستطيع أن يقول ما يريد إذن لا يوجد غضب مكبوت فلا يوجد بحاجة لاستخدام العنف أنت تقول وأنا أقول وانتهينا قد نتصارع كلامياً قد نتصارع في الراي ولكن يبقى الموضوع في حيز الراي لا يتعدى وبذلك ينفس الجميع ونحافظ على درجة عالية من السلام هذه الفكرة وصلت لها أوروبا مثلاً بعد ألف سنة من الصراع تقاتلوا وتصارعوا وامتلأت شوارع أوروبا بالدم بعدين قال لك موسى بدينة وعيسى بدينة وماكو فايدة من الصراع هذا واتفقوا على مفهوم الليبرتي أو الحرية أو التحرير الرأي من سلطة رجل الدين تحرير الرأي من سلطة رجل السياسة وتحرير السوق من سلطة التاجر يعني هذه التحريرات الثلاثة اللي كانت رئيسية في الحركة الليبرالية أنا أميل أنت تميلين بس قبل أن أتميل نحكي شنو على الجزئية اللي قلت لها الآن أنت بس نفهم نقطة نقطة الآن إحنا قلنا أن إذا أنت قلتك أنا أقول اللي أقوله وانت قلتك كل واحد قال اللي قاله وانتهى الحوار في ناس ممكن تقول أشياء تستفز أو تجرح أو هل هذا داخل نطاق الحريات؟ نعم هو داخل نطاق الحريات نعم وهذه هي معظلة الحرية الحرية تعني أنك أنت سترى ما لا تود أن ترى وستسمع ما لا تود أن تسمعه وستتصادم مع آراء مرئية ومكتوبة توجعك وتؤلمك وتحتاج أنك تبلعها بغصة حفاظا على هذا المفهوم لربما تويتر هو أكبر اختبار ومسرح لفكرة الحرية أعطت منصة لمن لا منصة أو أعطت منبر لمن لا منبرة له كل واحد عنده مكروفون يقدر يقول أي شيء ومثل ما الإنسان المهذب المؤدب لا فرصة الإنسان الوقح العنيف لا فرصة كذلك وما تستطيع أنك أنت تحكم كيف يتحدث الناس أو كيف يعبرون عن روحهم لأن الناس أنواع في النهاية وهذه الأنواع كلها مرئية على تويتر الكثير مننا قاعد يتحمل عشان يستمر في تويتر نتحمل أو نسوي بلوك مثلا أو نتعامل مع الآراء وطبعا هناك القضايا المرفوعة التي أصبحت شكل الآن 80% على فكرة من نسبة القضايا المرفوعة في محاكم الكويت هي كلها قضايا رأي بسبب إفاظة في التشريع عندنا سبع أو ثمان قوانين كلها قوانين حرية رأي وتعبير مرء ومسموع ومطبوعات صح تكلمنا عنها مع حلقة نوال مولا حسين معنا وفصلت فيها صح نعم فهذا الإفاظة في التشريع خلت فيه رغبة يعني لأن عندك ثغرة تدخلها على أي رأي فترفع قضية أنا أميل دائما إلى أطلاق حرية الرأي يعني تسمع دائما نقول لك حرية الرأي ليست مطلقة حرية الرأي يحدها حريات الآخرين وهذا فهم خطأ لكلمة يحدها حريات الآخرين معناها أنك أنت ما تمارس حريتك في قمع حريات الآخرين مو معناتها أن الآخرين لازم يقفون عند حدود اللي ضايقك هذه مو حرية فأنا أميل إلى أن الكون الرأي اللفظي هو رأي مطلق يعني حر إلا إذا كان يتسبب في أذى جسدي يعني كان واحدة من أشهر القضايا في المحاكم الأمريكية اللي حكمت في حرية الرأي أنه نعم حرية الرأي مطلقة ولكن لا تستطيع أن تصرخ حريق في مسرح مليء بالناس هذه مو حرية رأي لأنك أنت رح تتسبب في فوضى والناس رح تتغارب هذا خطاب كراهية أو غيره هذا؟ لا مو قصدي خطاب كراهية يعني مثلا أنت تدخل مسرح متروس وتقول لهم نار شبط نار هذا مش ملحقة لأنك أنت رح تثير ذعر الناس فيتخبطون وممكن هذا يتسبب أنا خذيتها مجر ايه فهمتني من المنطلق آخر الآن هذا هني يتقف حريتك أنك ما تتسبب في أذى جسدي للآخر بكلام أو بتصرف طبعا هذا واضح يعني تقدر تميزة لكن هناك كذلك ضرر نفسي يعني بالتأكيد للكلام ضرر نفسي ممكن يصل حد سب وقذف هل يجب أن الناس ترفع قضايا بعض إيه يحق لها وهني يبين لك المجتمع المتطور المتفتح اللي باله طويل من المجتمع ضيق الأفق الحساس اللي مشاكل الداخلية تم خليها خلقه ضيج مثل ما نقول كلما ارتفعت أو توسعت المساحة في المجتمع وكان المجتمع مرتاح مع نفسه ومرتاح مع محيطة وانطلاق الرأي فيه تجد أنه حتى القضايا في المحاكم والأحكام تأتي مرتفعة السقف جدا يعني نادر ما يعتبر شيء إساءة أو سب أو قذف بينما في المجتمعات اللي منغلقة الحساسة اللي الكلمة لا تقول عن عائلتي لا تهيب طارق قبيلتي لا تتكلم عن بلدي لا كل شيء يعد إساءة كل شيء يعد مس بالكرامة كل شيء هنا يضيق الأفق وتجد أن السقف ينخفض فهذا طبعا متروك أمره للجهات القضائية ومتروك تقديره لطبيعة المجتمع مدى قابليته للقبول ولذلك الدعوة هي أنه نرفع السقف وأنه نطول بالنا ونوسع صدرنا لأنه على قلت المثل أن طاعك الزمن واللطيعة أنت كنت قادر زمان لأيام الجرائد المكتوبة أنك تتحدد الصوت اللي تبي يكتب اللي تبي يطلع وإذا ما عجبك تمنعه من الكتابة بالجريدة حيش بتسوي بالناس اللي بتويتر بتحاكمهم بتقاضيهم كلهم طيب واللي يكتب من بره الكويتي كويتي بس بأمريكا وكتب تغريدة بأمريكا هم بتقاضي؟ طيب مو كويتي وكتب تغريدة في أمريكا ودخل لكويت هم بتقاضي؟ يعني الموضوع يصبح متعقد متشابك لأنه أنت تتكلم عن فضاء هائم هو مش فضاء فقط في الكويت ولا هو فضاء فقط في أمريكا ولا هو فضاء في مكان معيد هو فضاء هلامي واسع كيف بتقاضي الناس وكيف بتسكت كل إنسان إذن يجب أن تكون فلسفتك في التعامل مع الحرية الحين مواكبة لحجم الحرية المتاح اللي هو بغير إرادتك عاد خلاص كيف مو كيفك حبيتها ولا ما حبيتها هذا حجم الحرية المتاح اليوم سكرت علي حسابي أفتح ألف حساب مقابلة منعتني أدخل تويتر أدخل إنستغرام يعني ما عاد الطرق التقليدية في الحد من الرأي حتى لو أنت مش مؤمن بحرية الرأي على أقل تجد أنها غير ناجعة هذه الطرق في الحد من حرية الرأي ما عادت مفيدة شلون بتسكت لنا دكتورة حرية حرية تعبير مطلقة يعني نقول اللي نقولها نزيل لما نتكلم عن الخطاب الكراهية أوت يعني أوكي خناخد خطاب الكراهية في أكثر من مثال بحشان بس نفهم المنطق في الكلام بحيث أن تكون الفكرة متماسكة خطاب كراهية ناس تتكلم عن طائفة معينة وتحرض عليها هذا هم يدش من ضمن الحريات المطلقة ولا شوف لو كنا في الغرب كنت أقولك إيه يدخل في نطاق الحريات لأن هناك متسع عندهم نفسي لأنك أنت تنقض معتقد الآخر بدون ما يمس مباشرة مشاعرهم وأحاسيسهم في كل واحد عنده ثقة وراحة في مجال الايديولوجي أو العقائدي أو الديني أو المجتمعي السياسي كيف خلي يعني في درجة من الراحة والأريحية مع هذا النقل مجتمعاتنا الكلام هذا ممكن ينتج عنها أعمال عنف خطيرة تستوجب بعض التحكم إذا بتسألني رأيي أنا أقولك أنا دائما أميل إلى تقليل التشريق في هذا المجال أميل إلى ترك حرية الرأي مفتوحة لكن مو تطبيقا لرأيي هذا أنا مستعدة أشوف الدم يسيل في الشوارع فأتفهم الحاجة إلى أن تكون هناك قوانين تحد من الكراهية بس المشكلتك هي في تعريف الكراهية شنو يعد كراهية؟ هل نقد الخطاب الديني يعد كراهية؟ طيب من هذا الباب ما إحنا طول الوقت أئمة المساجد يصفون المسيحين واليهود بألفاظ يعني تعد كراهية على المنابر مناهجنا تدرس الأطفال أن الإنجيل محرف صح أو لا؟ طيب هذا خطاب كراهية للدين الآخر أو لا؟ وين تقف؟ يعني شنو يعرف خطاب الكراهية؟ ولا خطاب الكراهية هو فقط ما يمس ديني ولا يمس دين الآخرين؟ أنت لازم يكون عندك مصطرة واحدة هنا تصير صعوبة تشكيل قانون يحد من خطاب الكراهية أنك لا أنت محتاج تعرف الكراهية أول مثل لما تقول بحط قانون ضد العنصرية طيب عرف العنصرية أول وهذه التعريفات ليس سهلة صح علشان شذي أنا أقول وين نحط المصطرة؟ يعني هنا لحد شيء حتى مثلا نقول تنمر يمكن يكون موضوع شوي أسهل سنقول تنمر تقريبا أوضح لكن في بعض المرات طفل يتنمر على طفل ثاني بغير قصد أو شخص يتنمر على شخص ثاني بغير قصد وهو قاعد يقول رأيه ورأيه ممكن يكون حادة شوي هذا تأذى نفسيا وتضرر نفسيا فنقول في الناس تقولوا خلاص نقص الحق من نفسنا ونمنع أي نوع من انتقاد ذاتي وشخصي لشخص ثاني فعلا براية الموضوع أنا ما يعني طبعا ما أميل للتقنين في هذه المواضيع وأعتقد أن هناك وسائل أخرى لمعالجة هذه القضايا أو هذا النوع من المواضيع بدون بالضرورة قوانين يعني ممكن تكون هناك إجراءات مثلا لحماية الأطفال من التنمر مثلا في أحيانا حتى المحاكم ما تحكم مثلا بغرامات أو بسجن على السب والقذف أو الإهانة أو التنمر تحكم بخدمة مجتمعية أنت أخطأت في حق الدين الإسلامي تحفظ لي آيتين وترجع تتسمعهم يعني هذا النوع من الأحكام فالموضوع مش بالضرورة يكون تقليدي حتى في معالجتها لأن أنا لما أحكم عليك بالغرامة وأحكم عليك بالسجن ما رح تطلع تدخل وتطلع وأنت مغير رايك في الشيء اللي أنت اتقته يعني ما رح تكون مو معالجة يعني يعني ما غيرت رايك أنا ما حسنت صورة الأيديولوجيا اللي أنت اتقتها أنت شتمت الليبراليين أنا قاضيتك ودخلت السجن بتطلع بتكون بتحب الليبراليين مثلا ولا أنت شتمت اليسار اللي أنا أعتقد أني أميل لفكرة وأنا قاضيتك وغرموك عقوب ما دفعت الألف دينار صرت تفهم فكرة اليسار ما تغير شيء العقوبة ما حسنت الوضع ما غيرت الكراهية أنت بتحارب الكراهية ما تحاربها بأنك أنت الكاره تهيت تعزز في الكراهية لكن تعطينا موذج طيب فنحتاج أن نكون خلاقين مبدعين في حتى طريقة التعامل مع هذه المشاكل الآن نعكس الفكرة ونوقعها نقول على المجتمع عندنا بالكويت بحيث أن تكون الفكرة على أقل لها منطلق يعني ممكن ننطلق في عقب المقابلة الآن الحريات كيف نستطيع بطريقة واقعية في المعطيات اللي عندنا في المجتمع بالكويت شو المساحات اللي نقدر نزيدها ونشوف واقعية نبدأ فيها نزيدها يعني فهمت يا غزدي دكتورة إحنا عندنا أورادي مطبق اللي هو الحيز السياسي يعني عندنا كان إلى فترة يمكن شوية ضاق في الفترة الأخيرة ولكن الحيز السياسي كان دائما مفتوهي عند دولة الكويت من أكثر الدول اللي فيها حرية نقط سياسي طبعاً لكل الأطراف السياسية ما عدد ذات الأميرية هذه مصاند دستورياً لكن حتى إلى رئيس الوزراء يمكن انتقاده بوضوح وتكون آمن في بيتك فالحيز السياسي هذا لازم نحافظ عليه لازم نظل نوسع قدر الإمكان لأنه هو أحد المكتسبات المهمة وهو حيز يعطي مثال للحيزات الأخرى عفواً بس عشان أشبك النقطة لقبلها بوجود معارضة تكون أسهل ويوجود معارضات بوجود أصوات مختلفة لازم تكون هناك أصوات مختلفة تساعدنا أن نحن نوسع وتكون آمنة على روحها لازم الحس المعارض يشعر أنه آمن على روحها ويكون غير مهدد بالطارد وغير مهدد بقمع صوته الحيز الاجتماعي دائماً هو أصعب خصوصاً في دول مثل دولنا اللي هي محافظة قبلية قبلية بمعنى مشرف فرنس للقبائل لكن الطباع القديم لأن نحن كلنا قبائل كل البشر قبائل فكلمة قبلية تشير إلى الطبائع القديمة المتوارثة فزعتنا للأهل وفزعتنا للأقرباء وبعدين إحنا لا تنسى فيصل عندنا سيستم قوي جداً يعني إحنا بالظاهر دولة مدنية فيها مؤسسات وفيها وزارات لكن حقيقة الأمر أن معظم أمورنا تتم في سراديب المباني الفاخرة هذه وهي سراديب من علاقات متشابكة وواحد يعرف الثاني وهكذا تتم معظم إجراءاتنا فإنك تتغلب حتى على هذه الفكرة فكرة أهمية العلاقات والصلاة الأسرية والصلاة الدم وأهمية الأصل والعرق يعني هذا مو شيء رح يتغير في يوم وليلة حتى لو واحد رح دواوين وايد يقولون هذا شكله بينزل الانتخابات مثلاً يعني على الطول يأخذ مننا أنه وقع يجهز نفسه لشيء عشان تفتح باب الحريات في هذا المجال الاجتماعي تحتاج أنك تخفف من وطأة الشعور هذا بالفزعة والارتباط وهذا تحتاج شغل يعني يبيلها وقت التغيير الاجتماعي هذا ما يتم بين يوم وليلة شكله هذا الشيء زين الفزعة والهذه كله هذا شيء زين يعني أقصد إحنا ليش نتخلى عن شيء الناس ممكن إحنا أنا أشوفه شيء زين أن أهلي أهلي يفزعون لي في أوقات حتى هذه كلمة كانت طبياً أنه إحنا عندنا نسبة أقل مقارنة بالغرب كنسبة اكتئاب لأنه إذا أحد حس نفسه أنه شيء بروحه وصار كئيب يفزعون للي حوله من غير ما يشعرون إحنا قاعدنا تكلم عن نقطتين مختلفتين هناك القرب الاجتماعي والدفء الاجتماعي اللي يجمعنا في مجتمعاتنا الشرقية هذا موضوع مختلف تماماً ويشعرك دائماً بالأمان والتعاضد الأسري لأننا نعيش في أسر كبيرة يعني تعيش مع والدينك وأحياناً مع جدينك وممكن يكون عندك عم وخالع هاي شمعها لكو في البيت فهذا طبعاً يضفي شعور بالأمان والدفء وأنك أنت موحيد دائماً أنت موحيد ساعد ودك شوي تكون وحيد أنا سافر عشان تصير وحيد لكن أنا أتكلم عن جانب آخر وهي الفزعة اللي هي مع أخيك ظالم أو محهم هذه هي الفزعة الاستشكالية أنت تساند من يقرب لك أو من إذا كان على حق وما يكون أساس المساندة فقط لأنه من عرقك أو من دمك أو ينتمي لعائلتك يفترض أن يكون عندك أسس للمساندة أقوى الكلام سهل طبعاً مثل شنو القصص أقوى؟ أنك تشترك معه بالفكر أنك تشعر أنه يستحق أن هذا إنسان أنا ساندته ووصلت إلى منصب فقط لأنه من أهلي وبعدين يروح ويخرب الدنيا علينا كلنا طب ما لازم يكون فيه رؤية بعيدة أنه مساندتي اللي مبنية على عرق أو قرابة أو دم أو أصل أو حتى طبقة اجتماعية معينة ما بوصل إلا من طبقتي الاجتماعية طيب وصلت وكان إنسان غير حصيف وتسبب فيه مظاهر عديدة شنو رح يكون الموقف شنو تبع ذلك حتى عليك أنت وأبنائك في المستقبل هذه نظرة لازم نفكر فيها وهي نظرة واقعية يعني هو مش بس كلام مثالي إنه بس وصلوا أصحاب الفكر الزين لا توصلون إلا من يستحق هو يبدو من كثر تكراراً أنه أصبح كل شيح بس نقوله لكنه واقعياً يعني يضر على المدى البعيد أنت لما توصل أحد أقربائك وتدري أنه غير نافع رح يشرع تشريعات سيئة مثلاً ولا رح يتخذ قرارات في موقع السياسي سيئة تبعاتها بتلحقك لاحقاً أجلاً أم أجلاً فشون نعكسها على الحرية هذه الحين أقصد أننا نزيد مساحات الحرية أننا لازم نوقف هالشي كيف تنعكس هذه على الحرية؟ أكيد أنت بعد فيصل ومنيرة بعد تشعرون بهذا الضغط المجتمعي لما يصير فيه مناسبة تقدمها يعني أحد من أهلك نازل الانتخابات مثلاً أنت بتفكر تصوت حق أحد آخر ولا هل فعلاً أنت عندك كل الأرياحية أنك تصوت خارج أسرتك خارج طائفتك خارج قبيلتك هذه كلها أنواع من الحريات المجتمعية اللي إحنا ما نقدر نمارسها دع عنك التصريح فيها يعني أصلاً يعني يمكن حتى تمارس بالخفاء لكن صعب جداً أنك أنت تصرح فيها هذا النوع من الحريات إذا تبي تفتحها يعني راح يبيح نقد ناس قريبين منك وهذا راح يؤذي الناس القريبين منك كيف أفتح باب الحرية هذا يبيل تدريب وتمرين ووقت حتى أنا أخشى أننا ما نمتلك هذا الوقت لأن الدنيا سبقتنا وايد في هذا المجال وإحنا ما زلنا حساسين وكل واحد يزعل يا بطاري أهلي وما عندنا وقت وايد لهذه الأمور الصغيرة اللي العالم تخطاها يعني فهذا شيء قريب واقعي نقدر لحنا ننجزه أننا على الأقل نوقف ولا نحاول نوقف هالنوع من الفزعة بحيث أن الواحد يقدر يصرح برأي يقدر يقول أو ينتمي لفكر أو ينتمي لطرح معين حرية مجتمعية أصعب الحريات أكثرها صعوبة في التغيير كذلك الحرية الدينية كذلك أنك تعبر عن رأي أو تنقض جانب أو حتى تتساءل سؤال ممكن يكون حساس هذه مواضيع جدا حساسة في مجتمعاتنا المحافظة المتدينة تحتاج وقت لكي تفتح لها المجال نروح للموضوع العقل وإذا هناك شيء فيما يخص الحريات أحرض لحنا العمومة توقع أمور متداخلة هناك مثال أنا دائما أحب أقوله في موضوع الحريات وكرره في كل مقابلة هو لمقال ودي يوصل لكل أحد ممكن أن يسمعني في أي مقابلة هو لمقال قرأته في الڭارديان يتكلم فيه الكاتب كان كاتب المقال بشكل جميل جدا عن ضرورة وجود الصوت السيء الردي مثل ضرورة وجود الصوت السيء الردي مثل الجيد الفكري المحترم فيقول أن في كل مجتمع هناك طاولتين طاولة للكبار وطاولة للصغار طاولة الكبار يجلس عليها المفكرين والفلاسفة صناع الرأي اللي يقودون الرأي العام واللي الرأي العام يحترمهم ويتبعهم وهناك طاولة الصغار أو الكلاونز المهرجين اللي ما يحترمهم الناس صوتهم عالي ولكن غير مؤثر في صنع الرأي العام لكنهم ضروريين جدا لأن هؤلاء هم اللي يبقون المجتمع على أطراف أصابعة هم اللي يبقون الساسة خايفين السياسي ما يخاف من المؤدب أن ينقده والسياسي خاف من هذا اللي بيتخل على تويتر ويسوي له لا يا صح هؤلاء فهذي لعلى أنه هم مؤذين للذوق العام ومؤذين للخطاب العام وأنا شخصياً يعني وايد أتحلطم على هذا الموضوع في تويتر وأتشك منه ومتى ينتهي عصر البطل الغير مهذب هذا اللي صفيق في طريقة كلامه لكني أدرك أهمية هذا الوجود لأنك أصلاً ما رح تقدر الجيد إلا إذا كان فيه سيء تقارن فيه ولا شلون بتدري أن هذا الصوت جيد هذا رقم واحد رقم اثنين الصوت السيء عنده رعونة عنده جرأة أنه يقول ما لا أتجرأ أنا أني أقوله أو عنده طريقة المواجهة اللي كنا نتكلم عنها أو الصدام بطريقة أنا يمكن أسوي صدامة لكن طريقة تختلف تماماً فالأسلوبين تحتاجهم لذلك من المهم أنك لا تحرم المجتمع من طاولته الصغيرة مهما استأت منها ومن أفرادها حلوة هذه في خطاب جون ميدلتون تكلم في خطاب الحرية دماني غلطان 1028 1028 هناك اقتباس سوف نضعها في الوصول وها سوف تزلطيها دكتورة ممكن تقولنا بلقاءة ثانية الآن ننتكلم عن ملف عديمير جنسية وما هو جزء كبير من الرقية المدنية والإصلاح المدني لماذا مهم معالجة ملف عديمير جنسية؟ أنا أدري دكتورة أنت متعمقة بالقضية هذي وايد لكن لماذا نضعها بالكونتكست جزء من الإصلاح والمرحلة الآية نطالب فيها بإصلاح لماذا هذه مهمة؟ أحيانا الكلام من كثر ما كررت أبتعد عن الكليشيهية في الكلام لكن من المهم جدا لصلاح واستقرار أي مجتمع أن ما تكون فئة كبيرة مننا متألمة وتعاني معاناة فئة كبيرة داخل مجتمعك رح تنعكس عليك شئت أم لم تشئ؟ يعني مو معقولة جيرانك متعذبين ومتألمين وانت ولتش أن الموضوع أهم بيلف ويدور ويأتي عليك موضوع البدون نحن الآن نتعامل معه من شكثر؟ خمسين ستين سنة في الكويت لا بوادر حل بل كل بادرة تعتقد أنها أو يعتقد أنها حل هي التميل للتضييق على الناس لمضايقتهم في فرص عملهم وتعليمهم وحقوقهم الإنسانية الرئيسية والمقاييس قديمة عفى عليها الزمن شنو عرقك وشنو أصلك ومن وين ياي ورابع جد وين كان مقاييس ما عادت موجودة أصلاً في الدولة المدنية ما في دولة مدنية تعتمدها هذا غير أصلاً أن البدون بغالبيتهم العظمى ينتمون لوين لذات الجذور اللي ينتمي لها الكويتين إيران، عراق، سعودية أحياناً الصحراء السورية البادية هذه اللي كانت تلتف عليها تدور فيها القبائل من وين أتى وغير من ذات جذورك فأنت بحثك العرقي شنو معناه؟ يعني لما أنت تقول لا فلان هذا عنده رابع جد من العراق طب ما في وايد كويتين عندهم رابع جد من العراق بعد شنو الفرق؟ يعني منطقياً إلى ما نرمي بهذه المقارنة فالقضية الطويلة شائكة والناس بطبيعة الحال بالطبيعة البشرية يزيد عددها ما يقل وانت تأجل وتسوف في القضية إلى أين سنصل؟ تداعيات هذه القضية لما عندك فوق المية وعشرين ألف إنسان يتألم ومعلق بلا أوراق واضحة بلا هوية واضحة وإضافة إلى ذلك هم كفاءة وأيدي عاملة أنت شنو قاعد تسوي؟ يعني ليش معلق مية وعشرين ألف إنسان؟ ولماذا لا يتم الاستفادة من الكفاءات اللي قاعد تبرز بينهم وأيدي عاملة تبرز خصوصاً نحن أقلية في بلدنا يعني نحن دائماً نشتكلنا عدد الكويتين قليل طيب ما هذه فئة جاهزة متعلمة عندك وعايشة عندك منهم عسكريين ومنهم ناس شهدة وشاركة في الحروب الكويتية منهم أبناء كويتيات ماكلين وشاربين ومتعلمين عندك يتكلمون لغتك يدينون بدينك حافظين عاداتك وتقاليدك كل هذا ما يسويك ابن البقعة الجغرافية شنو بعد بيسويك ابنها؟ ستين سنة ما شفعت لك شنو بيشفع لك؟ فالمنطق كله غريب والمشكلة أنه لا تداعيات اجتماعية وسياسية واقتصادية خطيرة جدا وقعد تذهب فينا إلى طريق مؤلم ومؤذي وأكثر أذى هو أنا أعتقد على النفسية والفلسفة الكويتية يعني الطريقة اللي نتعامل فيها مع مشاكلنا إذا أصبحنا قساة شذي رح نصير قساة في كل أمورنا إذا أصبحنا غير منطقيين أو عنصريين أو عرقيين رح نصبح كذلك في كل أمورنا شوف اللي قاعد يتسوى مع البدون ترى ملامحة مع الآن رد الفعل الكويتي تجاه المقيمين في الكويت صار عندنا ريبة من الغرباء صرنا أو من الغير الكويتين هذا خطير على النفسية الكويتية خطير على الفكر الداخلي كيف نتعامل مع قضاياننا كيف نتعامل مع المختلف عننا كيف نقيم اللي أمامنا قيمته في أصله في امتداده العرقي ما الذي يقيم الإنسان ما الذي يجعله يستحق أنه يحمل الهوية الكويتية مقاييسنا الآن وطريقة تعاملنا مخيفة وأراها تأخذنا إلى طريق مرعب جدا الحين المقاييس لما نتكلم عنها شوية الحين أنت يعني ممكن يكون مستفز السؤال لكن أنا بسئلة بحيث أن المستمع ممكن فيناس تفكر في هذا السؤال أنت محام الشيطان يعني لا دمزات مكايز محام الشيطان لا لا هو لا هو ممكن يكون يعني عادي منطقي السؤال ممكن السؤال يقول إحنا الآن في مستحقين وغير مستحقين ولا الكل مستحق بهالحالة أنا أجاب على هذا السؤال ونفس الوقت هم تحطين في بالج أن الكويت تعتبر والفير ستايت اللي هي توفر امتيازات مثل بيوت سكان وما في ظرائب وغيرها فيعني طبيعي هذا ما يعني ما تكفي الكل فعشان شي دي الناس تقول نحصرها حق الكويتيين إلى أن يتبدل النموذج الاقتصادي ويصير فيه تاكس وشدي بعدين ممكن نحن نفكر في هذا الشيح للغير مستحقين أولا أنت لا تستطيع أن تنفي وجود متسللين في أي دولة كل دولة فيها أطراف ممكن تتسلل عبر حدودها فإنك أنت تقول أن كل إنسان مئة بالمئة مستحق غير مقبولة ولا تبدو عقلانية للكثير من الناس لذلك إحنا ما ننفي أن هناك أشخاص قد يكونون غير مستحقين وقد يكونون تعاملوا معاملة غير صالحة أو غير عادلة مع أوراقهم مع وضعهم في الكويت هذا ما حد يقدر ينفي الفكرة هي مو خطأ الناس الفكرة هي في تعاملنا إحنا مع هذا الخطأ كيف إحنا نرد على هذا الخطأ ونتعامل معه لما تعلق أمر لمدة خمسين ستين سنة بدون ما تعالجه خلنا نقول فقط ثلاثين سنة من الغزو لأن الكلام دائما أن أثناء الغزو صار فيه تسلل طيب من الغزو هاي ثلاثين سنة ثلاثين سنة يعني الشخص اللي أنت تدعي أنه تسلل صار عند عيال وحفاد طيب شنو ذمهم الأبناء والأحفاد هؤلاء كبروا على أرض الكويت ما يعرفون غيرها كبلد بتسويفك للقضية أنت خلقت حالة مدنية لهذا المتسلل حق فيها اللي من تدعي أنه تسلل حق فيها ما في دولة مدنية يسكنها أحد ثلاثين سنة وتقول هذا مو مواطن عندي ما فيه خلاص بالعرف المدني يصبح مواطن عايش في دولتك ثلاثين سنة إذن أنت بتسويفك للقضية فتحت هذا الباب على نفسك هذا رقم واحد رقم اثنين من السهل جدا النظر في أوراق الناس إحنا ما قاعدين نقول يعني أحيانا الجهاز المركزي أو الجهات الحكومية تقول إحنا عندنا أوراق الجهاز المركزي يقول لك أنا عندي خمسة مليون ورقة عندي إثباتات طيب عظيم إحنا كلنا نبي مصلحة بلدنا مو أنت تسميه أصلا التسمية بحد ذاتها يعني استشكالية كبيرة تسميه مقيم بصورة غير قانونية وتسوي له جهاز وتصرف له بطاقات وتعطي شلون يعني شلون المقيم بصورة غير قانونية يرحل يبعد صحيح طيب أنت تقول هذا المقيمين بصورة غير قانونية تخيل ستين سنة وأبوك شهيد ومقيم بصورة غير قانونية يعني شعور البني آدم هذا أبوه شهيد وهو مشارك بحرب وعايش بالكويت ستين سنة وينقال له مقيم بصورة غير قانونية طيب أنت تقولني أنا مقيم بصورة غير قانونية وعندك أوراق تثبت أني أنا أنتمي إلى بلد آخر رحلني وعلى فكرة البدون سووا اعتصامين أمام الجهاز المركزي مرة طالبوا بتحويلهم إلى القضاء ارفعوا لافتات أحيلونا للقضاء مو إحنا مزورين مو إحنا طيب أحيلني للقضاء ما حصل المرة الثانية لو كانت هذه الواقعة الأقوى ارفعوا لافتات قال أنت تقول أني عندك جنسي تعطني ياها ورحلني خلني أرتاح وين بلدي عطني جنسية بلدي عطني الجواز اللي عندك اللي أنت تدعي أنك تمتلكه خليني أغادر خل أنا أرتاح والبلد ترتاح بعد ليش ما قاعد يصير هالشيء السؤال هو لماذا لا يتم هذا الإجراء فيه جواب يقولون لا الدول هذه مو مستعدة لقبولهم ما في شيء يسمى مو مستعدة لقبولهم هناك إجراء عالمي الدولة عندها رعاية وفيه إثباتات ورقية عليها تردهم ماكو جايز ما ما يستقبلهم فأنت الآن أمام أزمة حقيقية الناس بروحة عبد يعد تقول لك قاضيني يا يبا قاضيني سفرني مو أنا عندي دولة وعندي جواز سفرني والكثير من هؤلاء البدون ذهبوا إلى السفارات الدول اللي يعني يدعى أنهم ينتمون لها وخذوا منهم خطابات وعندنا ترى صور من هذه الخطابات تشهد السفارة الفلانية بأن فلان الفلاني ليس مواطنا فيه ويكسبون قضايا على فكرة بهذه الأوراق ومع ذلك لا يتحرك ساكن فبالتالي إحنا ألا معناد ولا هي أننا نتضارب ونتصادم بس عندك أوراق على أحد فعلاً أنت تعرف أن فلان ينتمي إلى الدولة الفلانية سفره إحنا رح نشد على إيدك ورح نقف معك خلاص يعود لبلدة تحفظ كرامتها وتحفظ أمن بلدنا لكن تظل تقول أنا عندي خمسة مليون ورقة وعندي إثباتات ولا شي يصير ولا شخص يسفر ولا إنسان واحد تم إبعاده شنو تفسير هذا يعني شنو مو معقولة كلام غير منطقي فبالتالي أنت عندك معظلة أصبحت لها أبعاد سياسية وإنسانية واقتصادية ودبلوماسية سويت لنا مشاكل مع الدول اللي يدعى أن ينتمون لها والحلول تعمق الموضوع بمعنى فترة كان فيه تشجيع للبدون بشراء جوازات مزورة وكانت إعلانات المكاتب اللي تبيع الجوازات معلقة في مبنى اللجنة المركزية اللي هو سابق للجهاز المركزي قبل الجهاز المركزي الجهاز المركزي في 2010 تم إنشاءه قبله كان اللجنة المركزية كان في مقرها معلقة إعلانات هل تريد أن تحيا حياة مستقرة سعيدة؟ اشتر جوازا لايبيريا اشتر جوازا صوماليا أنا آسفة يعني يفترض أن نحن مع الاحترام لهذه الدول وكانوا يروحون يشترون جواز مثلا يشتري من المكتب عمره خمس سنين الجواز صلاحيته خمس سنين عظيم يسجل أبناء في المدارس يشتري سيارة خلاص عنده ورقة يستطيع فيها أنه يعني يحيا حياة لحد ما طبيعية خلص الجواز بعد خمس سنين شو بتسوي؟ تروح السفارة تجددها تجدد صح السفارة تقول لك لا ما أدري أن هذا مزور عمو جوازنا فتعود للجنة المركزية تقول لك يا جماعة أنتو مصرحتوني ورحت عدلت يسمونه تعديل وضع عدلت وضعي ولكن السفارة مراضية توقع لي مراضية تجدد لجوازي يقولون لا عفوا أنت مو بدون أنيمور خلاص ممسك صار مو شأنه أنت مو بدون أنت مو رحت شريت جواز إذن أنت مواطن هذه الدولة خلقنا طبقة هلامية اسمها بدون بدون هاي مين وهذا خطر أمني على الدولة تخيل عندك طبقة كاملة ما لها أوراق ما لها ثبوتيات يروح يسوي شيء ما عندك ورقة عليه يعني لأن الحلول اللا واقعية اللا منطقية العنصرية اللي بس بتتخلص فيها من الناس بدون ما يكون فيها فكر ينتج عنها يفرز عنها حالات اجتماعية معقدة جدا ما لها حل ش بتسوي فيهم الحين هذا لا هو بدون ولا هو مواطن الدولة اللي أنت تتكلم عنها وعلى فكرة رفعوا قضايا وتم إعادتهم إلى الستيتس ما للبدون ولاحقا أتى الجهاز المركزي وأعاد الكثير منهم أعتقد من حملة الجواز الصومالي إذا ما أنا غلطانا مرة أخرى إلى أنهم صوماليين فيكون اسمه فلان فلان الفلاني والقبيلة وصومالي يعني شلون بأي منطق لاحقا في زمن الجهاز المركزي اللي احنا فيه الآن من خمس ست سنوات سووا فكرة أخرى لتعديل الوابع شنو هي أنك طبعا في البداية كانت فكرة الحل عندهم إصدار بطاقات ملونة يعني تذكر بأنظمة حتى الواحد ما يستحسن أنه يقولها بطاقة حمرة وبطاقة خضرة وزرقة وصفرة تشير إلى وضعك الحمرة هي الأسوأ إذا أعطوك بطاقة حمرة هذه مدتها سنة تعني أنك أنت عليك قيد أمني وما لك أمل في التجنس منه بيروح يستلمها أنت بطلع لي بطاقة حمرة ليش أستلمها صح ما أستلمها طيب وأنا أتذكر في زيارة الجهاز المركزي سألت الشخص اللي كان يحدثني قلت لنا زين وإذا انتهى عمر هذه البطاقات شنو الحل يعني بعدها شنو الخطوة شنو يقول ما أدري ما أدري ما أكو لها تخطيط ولا على قوتج ما أكو فكرة انتقلنا من مرحلة البطاقة الملونة إلى تعديل الوضع اللي هو مرة أخر دائما تسمع تعديل الوضع أو ينشرونها في الجرائد كلمة لطيفة يعني عشرة آلاف عدلوا وضعهم ومهي التفاصيل في الشيطان عدلوا وضعهم أو الشيطان أصفة الشيطان في التفاصيل يعني شنو عدلوا وضعهم عرف لي تعديل الوضع الآن الممارس من سنوات قليلة ماضية هو التوقيع القسري يعني انتهت بطاقتك الأمنية اللي يصدرها لك الجهاز المركزي تروح تجددها تجدد لك يا هماكو مشكلة تروح بتستلمها يقول لك توقع على صحة المعلومة اللي في البطاقة قبل أن تستلمها طيب شون وروني المعلومة عشان أوقع قانونية ما يصر أوقع على شيء أنا مو شاهد ما تستلم البطاقة إلا لما توقع أنت أمام حلين إما توقع ويطلع لك في خانة الجنسية أي شيعة عراقي إيران اللي يطلع لك جنسية بدون أي تنبيه مسبق أو حتى أن يوررونك الأوراق اللي تثبت ذلك أو ترفض التوقيع وتعيش هلامي مرة أخرى تعيش بلا أوراق فأحنا عندنا حالات الآن يعني أنا أكثر شيء أكثر شيء يأزمني مثلا هو حالات الآباء اللي يرفضون أنهم يستلمون بطاقاتهم فالأبناء ما نقدر ندخلهم مدارس تابعي تسجلهم ما يقبلون ما يرضون ما في ثبات ما في هوية طلبة الجامعة ما يستلمون شهاداتهم الجامعية روح جدد بطاقتك سمعت أنا حتى كروت الماتيقة تسحب من فلوتش في البنك ما تقدر تسحب كل شيء ما تقدر تشتري موبايل ما عندك بطاقة شلون أبيعك أو أشتري لك ما كو أي تعامل تصبح شبح تصبح شبح كان في واحدة من البنات البدون الناشطات كانت تقول لي ما تعرفين شعور أنك أنت غير مرئي ما موجود ما يشوف ما حد يشوفك تقول حتى لما نشتغل ننشط في أي شيء دايماً ننخفي هويتنا عشان لا يصيب نظرة تقول ما تعرفين دكتورة يعني شنو أنا ما حد شايفني ما لي وجود شبح فموضوع مؤلم جداً يعني ومتسبب قاعد يتسبب لنا في تعقيدات اجتماعية يعني تدري أعطيك مثال مثلاً من الأشياء اللي تلجأ لها النساء الكويتيات المتزوجات من بدون لأن المرأة الكويتية يحق لها أنها تقدم على جنسية لأبنائها إذا الزوج توفى عنها أو إذا تطلق الطلاق باء فشي سوون بعضهم يتطلقون طلاق باء قانوني ويبقون على عقود شرعية يعني يبقون في البيوت مع بعض بعقد عرفي إذا سنة أو عقد متعمثاً إذا شيعة ولكن في المحاكم هم مطلقين عشان تقدر يكون لها فرصة أنها تقدم لجنسية على أبنائها ليش؟ لأن الوضع العنصري المتأزم يفرز مثل هذه الحالات الاجتماعية المتأزمة تفاكك أسرية غريبة حالة غريبة شو تحل فيها؟ شلون؟ طول الوقت تطلع لنا تعقيدات شريق قبل فترة تصل فيه نشاب هو بدون وزوجته أجنبية يعني غير كويتية بس هي في الواقع تقرب له بس من اللي أهلها هاجروا وصووا لجوء وحصلوا على جنسية بالخارج فأي هي أصبحت تحمل جنسية أهلها فتعد في الكويت أجنبية صح حملت يابي دخلها المستشفى ما يحاسبونها على أنها بدون لأنها بدون بعض الضمانات الصحية يحاسبونها على أنها أجنبية كان لازم يدفع لها 250 دينار قيمة العملية عملية الولادة وهو يعني أصلاً ما عنده فرص عمل ولا كان تعقيد آخر حتى أنا اللي اشتغلت مطولاً في القضية يعني أول مرة أكتشف أنه كل مالك تشوف حالة اجتماعية شذي متكلكعة مثل ما يقولون متشابكة خلقتها طبعاً إجراءات وحلول غير منطقية ومتعسفية وأنصرية لا عقلانية للأسف فالحين أشوف هاشتاغ منتشرت يومين ثلاثة أيام حتى في حملة إنه لا للتجديد للجهاز المركزي أهمية أقل عشان أكون في إطار الحلقة وإطار الإصلاح في الفترة القادمة ليش مهم تشوفين إنه ما يتم التجديد لهذا الجهاز؟ طبعاً الموضوع مش شخصي نهائياً الموضوع منطقي بحت الجهاز عمره عشر سنوات أنت عشان تجدد لأي جهاز في الدولة أي جهاز متقيس إنجازة طيب ما هو إنجاز الجهاز؟ ما فيه ما حلت المشكلة تعقدت تراكمت أطرافها الناس زادوا فقراً وزادوا أمية وزادوا حرمان من العمل وزادوا معاناة وزادت انتهاكات وارتفعت نسبة الانتحار بين البدون طيب ليش أجدد لجهاز نتج عن إجراءاته كل ذلك؟ ليش؟ شنو مبرر أني أجدد لجهاز؟ ساهم في... يعني أنت متخيل ناس كان ممكن تحظى بفرص تعليم فتطلع وتحظى بفرص عمل الجهاز أوقف كل ذلك؟ ما فيه تجديد بطاقات فما فيه تعليم فما فيه عمل فأنت أفقرت ناس عمداً مع سبق الإصرار والترصد تخيل إن سياسة حكومية تفقر مجموعة من الناس عمداً بدون ما حتى تراعي إن هذين بيصيرون عب على الدولة في النهاية على بيت الزكاة وعلى الجان الخيرية وأنت خلقت فئة كبيرة محتاجة وحطيتها عالة عليك بدل ما تكون هي يد عاملة منتجة وفاحلة في البلد طيب ليش أنا أجدد لجهاز أن أفرز لي هذا الموقف؟ إضافة إلى ذلك عشان نكون واقعيين كذلك الجهاز فقد كل حالة مصداقية وثقة بينه وبين الطرف المعني اللي هو البدون صح يعني ما في أي ود بين الجهاز وبين البدون طيب كيف يستمر في معالجة فئة بصريح العبارة إجراءاته تبين أنه ما يحبهم ومتمييزي ضدهم وأهما لا يثقون فيه ما المصلحة في التمديد للجهاز مثل هذا؟ وهو مسؤولة الجهاز أنه يحل القضية أو أنه يكون يرصد ويحصر وطبعاً الرصد والحصر هذا خلاص تم مع اللجنة المركزية الآخرة أنه يبدأ بحلول بأنه يقترح حلول ويرفع كشوف تجنيس الجهاز لا يجنس يرفع كشوف تجنيس وهو ما في حلول الحلول اللي قاعد تشوفها بطاقات ملونة صح وبعدين تعديل الوضع وهو الاستمرار في ما ورد في وثيقة 1986 اضغط اضغط عن ناس ضايقهم في أدق تفاصيل حياتهم عشان يطلعون أوراقهم الخفية دون الأخذ بعين الاعتبار أنه وصلنا رابع وخامس وسادس جيل من البدون هذا لو عنده ورقة كان ذابت من ستين سنة أصلاً مو ذنب يعني خلاص تتكلم عن أجيال متعاقبة ومدة ستين سنة أنت مارس ضغط وما نتج عننا شيء والناتج مؤخراً هو ارتفاع حالات الانتحار طيب ليش أنت مستمر في هذا الإجراء وليش أدد أجدد لجهاز مصر على هذا الإجراء مصر على هذه الفلسفة يعني إنسان لازم يوصل إلى مرحلة جداً ضيقة علشان يفكر أنه ينتحر يعني عشان لازم تضيج يعني هذا آخر وسيلة ممكن يوصل لها أن يشوف بالانتحار لذة يعني وما هو فيصل من الخطير جداً أنك تغلق باب الأمل في وجه الإنسان أنا ساعات أقول عطوهم أمل لو كاذب عطل الإنسان مو عطل بدون بس الإنسان عموماً أمل حتى لو كاذب عشان يقدر يستمر بالحياة لكن أنا أعيش بدون أمل ليش أستمر بالحياة يعني أنا هذا الموضوع بالذات حساس يمكن لأنه عندي أولاد في هالعمر يعني أنا بنتي الحين متخرجة من الثانوية على وشك تكمل دراستها الآن الدنيا مفتوحة لها الأبواب وإن شاء الله المستقبل يعني واعد بأشياء طيبة بتصير في حياتها البدون اللي في عمر بنتي هذه نهاية المسيرة يتخرج من الثانوية خلاص بالغالب ما يقدر يقدم في أي مكان خصوصاً إذا أوراقها منتهية وأحياناً إذا أوراقها ممنتهية يقدر يقدم لكن القبول مؤكيد حتى لو يايب 97% لأن إذا المقاعد خلصت المقاعد خلصت خلاص ما في قبول الأغلبية العظمة حالتهم المادية تعبانة بسبب الحرمان من العمل لا يقدر يدخل في جامعات خاصة هنا ولا يسافر بالخارج فتلاقينا في كل فترة صيف إحنا بس نحب بخشوم إذا أحد يتبنى الطالب البدون رجاء إذا ممكن أعطاءنا بحثات داخلية يكون الطالب متفوق متفوق طبعاً وهذا على فكرة حق مجتمعي يفترض أنك ما تحب خشم أحد ولا تترجع أحد هذا المفروض واجب مجتمعي كلنا نتعاون فيه إذا الحكومة صادتنا يعني ومع ذلك تجد الحاجة أنك أنت تترجى الناس أن ننقذ هذا الطلب وأقول لك الحقيقة الناس كثيراً تتجاوب مع التعليم يعني في عدد لا بأس به يتم تبني وفي جامعات خاصة تعطي مقاعد للطلب البدون لكن أنت تتكلم عن مئات خريجين وهذه العشرات كيف تحل المشكلة يعني تخيل أنا أسمي طفل عمره 17 ولا 18 سنة بالكاد وصل سن البلوغ وتقول لها خلاص انتهى حصلت شهادتك ثانوية بلها وشرب ميتها بالبيت ماكو شيء ماكو شيء كلش لا تقدر تشتغل ولا تقدر تتعلم ولا تقدر في المستقبل تتزوج ولا ولا أي شيء مثلك مثل المزهرية إذا قدرت تشتري مزهرية عشان تحطها بالبيت أصلي هذا قدر بعد ليش يعيش خلاص انتهى كل شيء فأنت قاعد تقتل الأمل لما تقتل الأمل هذا هي تاجة طبعا قادم تمام نحب ديش بالمفضوع للعقبة علشان حتى بدنا ناخذ كل المواضيع ولا تقول هذا تهوة صراحة غامج الموضوع غامج 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 شوفي فوق غامج هناك صفحة العقبة لكن لدينا حقوق المرأة قبل كهوة حقوق المرأة كان قبل أسف أنا قلت هذه قبل هذه ملف حقوق المرأة وملف المقيمين أول شيء دكتورة ما تبقى من حقوق المرأة حقوق المرأة حقوق الفترة القادمة الأجدر اللي نحن نتكلم عنها كل شيء تبقى احنا حصلنا شيء واحد أو خطوة مبدئية لأنه يعتقد أنه حصلت على حق الترشيح وانتخاب بعد اشتابين هو الترشيح والانتخاب هي خطوة مبدئية ايه هي اللي تنال من خلال هالحقوق صح ارشح وانتخاب وش استفت إذا القوانين مبصالحي وما قعد تعدل وضعي في البلد ما قعد تعطيني حقوقي كمواطنة متساوية المرأة ليس لها ذات الحقوق مثل اللي للرجل صح وللأسف أني أنا مضطرني أقارن بالرجل لأن الآن طبعا الفلسفة النسوية تقول لك أنا ما أعتبر الرجل هو المثال اللي أقارن عليه نتكلم عن حقوق إنسانية مو بضرورة أنا طبعا بعد محامي للرجال محام الرجال محامي كل الأطراف في اليوم سيلمحامي ايش بعدين اذا شفتيني زين فأنت أنت تتكلم عن يعني أنا طبعا القضية الأولى والمفصلية عندي هي قضية الجنسية لماذا يورث الرجل الجنسية لأبناءها ويمكن أن يعطيها لزوج تغير الكويتية بينما المرأة الكويتية ليس لها ذات الحق الناس تربطها بالعرق والأصل والامتدات الدم والنسب والدين الأبناء يسمون على أهبائهم دينيا الدين ليس علاقة بالجنسية الجنسية مفهوم مدني بحث ما لأي علاقة الدين ما فيه جنسية صح الدين أصلا ما فيه مفهوم جنسية ولا مفهوم مدني ولا مفهوم نهائيا الجنسية مفهوم حديث مدني يعطى للمواطن والمواطنة اللي ينتمون إلى بقعة جغرافية طيب أنا ذات العقوبات إذا طفت الإشارة الحمرة يغرموني أقل لأني امرأة لا أنا لنفس العقوبة وعند الحقوق يقال لي لا أنت امرأة فحقوقك أقل ليش شنو الداعي لداعكم فانقلل عقوباتكم لا لا أخصد عندك حل من أفضل قلل العقوبات يعترف على الحقوق فالحين أنا أقول لشنو الراية الثانية ممكن يقول موضوع النسب وموضوع أن نحافظ على الكلتر أو على الثقافة أنا أقول لش هذا الطرف الثاني شنو ممكن يقول الدم الذكوري وليس الأنوثي عندنا في متجمعاتنا الشرقية يعني الأطفاء الامتداد نسبك هو لنسب الذكر وليس لنسب الأنثى مع أن على فكرة علميا يعني الدم المرأة أكثر دقة في تحديد امتدادك من دم الرجل ولكن إحنا عندنا كل حتى كل قوانيننا مبنية على أساس امتداد الدم الذكوري أو أن الأصل يمتد أو التريسنج أصل الإنسان يمتد عبر الدم الذكوري فهما يجدون أن الرجل الكويتي لما ينجب أبناء بطبيعة الحال هما كويتين بس المرأة الكويتية يابت أبناء من زوج غير كويتي لا هذا لا دمهم مو كويتي أصلا دمهم ينتمي لدم أبوهم يدمهم شلون كويتي ولا مو كويتي ما نفهم إيشانو لونه غير ولا الكريات البيضاء اللي في صارت صفراء ولا شنو الفكرة قديمة وغير علمية وغائرة في وهو الموضوع اجتماعي بعد مثل تقاعد يمي نسيج نسيج نحن بنسيج نسيج 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 لا تتخيل واحد يمي محمد روبنسون مثلا هذا اسمه ليس كويتي مو كويتي كيف يفكرون بها؟ مرة أخرى لأن الجنسية مفهوم مدني لا علاقة باسمك وامتدادك القبلي أو العرقي أو الأصل المفهوم مختلف تماما يفترض المواطنة التي تتحيز إلى جنس أو جنس ذكر هي ليس مواطنة متساوية فأنا فاهمة ثقل الفكرة لأنها غائرة في القدم وهي مثبتة جدا في عقول الناس أن أنتم تدخلون علينا جنسيات أخرى لماذا؟ لماذا ولدة الكويتية صارة جنسية أخرى؟ ما اسمك من أولده؟ ما اسم أبوك؟ يعني لما كنت صغير تمشى؟ ما اسمك أنت من أولده؟ ما اسم أبوك؟ من أخوار لك؟ مهم السؤال الثاني إذا نسأل من أخوار لك؟ ولكن الأساس أنت من أولده ومنه على عمك وشبه فكرة أن كأن معظم دمك الذي يجري في جسمك هو دم الوالد ذكر وكأن دم أمك هذا يعني نقطة نقطة في دمك واقع الحال التخليط من الأثنين والتربية بمناسبة أقرب تربية الأم من دائما الأبناء يميلون الأم يتدينون بدينها يتكلمون لهجتها يكون الأب كويتي لكن تجد الأبن وعندنا أمثلة حتى مشهورة يعني شائعة الأبن أو البنت يتكلمون تماماً ويظهرون بمظهر أمهاتهم الغير كويتيات لأن بطبيعة الحال الأبناء يميلون أكثر أو تأثير الأم يكون أكبر بس الفكرة في النهاية أن كمية الدم اللي في جسمك من والدتك هي كمية اللي من والدك لا علاقة لها في تشكيلك أو تكوينك حتى سالفة السادة يعني أقاطع كلاماً بس حتى سالفة السادة يعني عندهم أنت ما تصير سيد إلا أنت تنتمي للنسب الذكوري من طرف الوالد أتوقع لذلك ممكن أن تشوفين الموضوع أنت دمك شنو؟ مناحظ تناقض هذا الشيء لأن سلالة النبي ممتدة من منه؟ بنته ليس من ذكر من أنثى من بنته سيدة خاطمة فأنت لاحظ حتى التناقض الرهيب يعني اللي في الموضوع أنت مصر على النسب الذكوري في حين أن نسب النبي كله اللي هو ينظر له على أنه أشرف نسب ممتد من امرأة من بنته فإحنا متناقضين في تقييماتنا وفي أفكار راسخة ما نقدر نتقبلها يعني ابن الكويتية اللي من أب غير كويتي هذا ما دخل عليه يعني ينظر له كله على أنه غير كويتي ما تقدر تشوف الجانب الكويتي فيه لأنه المرأة ينظر لها أنها مو مؤثرة شريفة في النسب دمها مو مؤثر في النسب أنا كان عندي مناظرة قبل فترة مع أحد النواب السابقين وقال يعني سألني سؤال كان غريب قال لي وإذا كويتية تزوجت إسرائيلي بتي بين عيالها الإسرائيليين وإذا أولا ما شلون كويتية بتتزوج إسرائيلي ما دري في أي موقف هذا بيصير بس إذا كويتي تزوج إسرائيلية ولا هذي لدمهم ينظف لأن الأب ماذا يعني مفاهمة يعني الفكرة لأنه كلش معلمية ما لها أي منطق يعني يعني شلون إذا الأب بس هو لي حدد الدم نصين بيولوجيين هم اللي يسوون هذا الكائن الحي صح فالفكرة مضحكة جدا يعني مناقشتها مضحكة حتى من الأشياء اللي قال لي ياها وأنا أعتذر مجددا على ذكر حتى الدولة قال لي يعني إذا تزوجت عراقي يروح بعدين يروحون أبناءها ينضمون للجيش العراقي قلت له طيب جنسهم عشان يصيرون كويتيين فينضمون للجيش الكويتي وهذا محل ولا أنا مفاهمة الجينات العراقية قوية شوية حتى صاحبة الدنيا يعني فعلياً هو في باله إنه لا أكو شيء يمشي في الجسم هو عراقي خلاص ما يقدر ففكرة يعني جاهلة تماماً عميقة في جهلة علمياً حق أفكر بشكلها الحين حتى نبي حتى نعطي أمثلة على المعاناة التي يقعونها لكن قبل أن نصل إلى المرحلة هذه أبي أتكلم عن الآن لأنني درست في بريطانيا وكان معي ناس بريطانيين من أصر باكستاني لما تصير ببراية كريكت ما كانوا شجعون بريطانيا كانوا يميلون لباكستان فهذا الشيء أنا أقصد أشوفهم يعني لو أنا مواطن كويتي وأشوف ناس تشجع فريق ضد يعني الوطن نفسه ضد الكويت أشوفه شيء مزعج يعني فإحنا هل هذه مسلمة ولا في طريقة لمعالجتها ولا شنو الفكرة فيها الآن لازم نفصل حيزين مهمين حيز تعامل الدولة يعني التعامل الرسمي مع أبناء المواطن والمواطنة وحيز رد الفعل المجتمعي تجاههم هذين مختلفين تماماً الحكومة البريطانية تعامل البريطاني من أصل باكستاني على أنها بريطاني صح بس في انتماء لباكستان اي أنا يقول لك الحين وين الشعور بالتمييز عند الناس مو في الإجراء الحكومي التمييز يكون فيه عند الشخص نفسه هذا يتعالج مع مرور الوقت مع التوعية مع الخبرة لكن الحكومة يجب أن يكون السياسة الدولة يجب أن تكون واحدة على بعد واحد مقياسها واحد تجاه الجميع أما رد فعل الناس أنت ما تقدر تتحكم فيه بطبيعة الحال الناس ممكن تميل امتماءاتها يعني اللي أصلاً الكويتيين اللي بالتأسيس اللي يأيين من الأصل من العراق قد يكون عندهم انتماءات قد يكون عندهم حني اللي يأيين من إيران قد يكون عندهم انتماءات وحنين اللي يأيين من السعودية هذه طبيعة بشرية تتغلب عليها بالفكر بالفهم يعني حتى مو بضروحة بس ما تشكل تهديد على تماسك الوطني ما تشكل تهديد إذا أنت كنت واعي بنوعية هذا الحنين وتفصله عن انتمائك لوطنك نعم قد يكون عندي حنين لأصلاً ما يعني الأفريكان أمريكانز مثلاً بشرياً نحن دائماً نلاحق أصولنا من وين إينا وين بدأنا نحن كبشر نحن ما ظلنا نسعى للبحث عن حتى بدايتنا كبشرية كهومو سيبيينز تدري من وين بدأنا؟ من الآن اللي عرفه من أفريقيا من أفريقيا صحيح صح خلاص خير محميد لا ممتاز مدام عرفت هذه المعلومة رح أتق فيك فبالتالي نحن عندنا هذا دائماً الفضول اللي معرفة أصولنا وما في معنى حتى أنك أنت يعني تتعنصر بلطف لأصلاً كتونا أنا وأنت بداية المقابلة بغينا نطاقك قبل على موضوع قادسي العربي ماذا ليش تتعني عربي دكتور مش رمثقفة وزين ماذا ليش معنا أسألتك حلوة محامي زين فبالتالي يعني هذه النوع من الميول الاجتماعية يعني مفهومة وإذا وضعت في إطارها السلمي مقبولة يعني معروف سببها لكن إنها تترجم إلى قوانين وإجراءات في الدولة هنا تصبح خطيرة أي فالحين نبي أول شيء نوعي الناس لأنها فكرة سلسلة مقر بدون ورك هي سلسلة هوعوية أكثر فنحن نوعي الناس في فكرة أهمية إيجاد حل لأبناء المرأة الكويتية ما هي المعالات التي قرأت مقال بعد تقولين فيها هناك كلمة هزيتني المرأة الكويتية أعيالها يحسون أنهم غرباء غرباء في وطنهم أهم مولودين في الكويت أغلى بلدان وأمهم كويتية مستقرين من الكويت وأمهم كويتية نعم وقعت ربيهم على أصول كويتية وهوية كويتية إجتماعية مع ذلك ما عندهم أكسس حق المميزات الكويتية أول أن يكونوا عن نفسها والمشاكل تتعدى ذلك لا يشعرون بالمشاكل طول فترة الدراسة لأن تقريبا الدراسة لأبناء الكويتيات مضمونة مرتاحة إلى أن يتخرج من الجامعة يعني حتى ممكن الدخول الجامعي تقريبا مضمون لأبناء الكويتية ما أنت تخرج حتى وخصوصا في الفترة الأخيرة حتى تبدأ قصوة معاملتك كغريب وفي بعد شوية قصوة زايدة في معاملتك من قال لأمك تتزوج من خارج الكويتية يعني في هذه النعر ما أحد قال لك ما أحد قال حق والدتك تروح تتزوج من خارج تأخذ الرزق فتبدأ المعاناة من بعد التخرج صعوبة في التوظيف لأنه حالة حال الأجانب يأخذ دور قد يصل وقد لا يصل صعوبة في البيع والشراء والتملك صعوبة في أخذ الرزق يعني الصعوبات التي تواجه المقيمين من الأشياء الخطيرة جدا لأن التو كان في حالة قريبة يعني حتى صارت لأحد قريب منه شخصيا والدي كان عنده يعمل مستشار قانوني في مكتبة على مدى والله يمكن عمري كله يعني خمسين سنة وأكثر يعمل أنا أنا عمري ثمانية واربعين يعني أعرفه من قبل ولا تيمكن من بداية فتح مكتب الوالد وهو معه كان متزوج كويتية توفت الله يرحمه وعنده منها عيال وتوفقه السنة الماضية ما دي شون كانوا محتفظين بالبيت بعد وفاتها يعني لأنه كان موجود على رأس عمله فاحتفظوا بالبيت بس توفى الأب أعطوهم انذار بالطرد أعطوهم شهر واحد رح يسحبون البيت لأنه خلاص الأم كويتية متوفية والأب توفى الثلاث بنات اللي كانوا يقومون في البيت أعطوهم انذار بالطرد ويروحونين وين ما يروحون ردوا ديرتكم الناس عمرهم لا عاشوا برا الكويت ولا يعرفون ديره ولا عندهم أهل ولا عندهم أحد ولا يعرفون أي شيء طول عمرهم عايشين خلاص وهذا اللي قاعد يحصل تسحب البيوت وهذا على فكرة أكبر قلق للمرأة الكويتية صح أكبر قلق أنه في حال وفاتها شنو يصير في مصير أبنائها من بعدها في البلد خصوصا إذا ربوا وكبروا وعاشوا وهني البيت يسحب منهم الحقوق تأخذ منهم يعني هذه بحد ذاتها إهانة كبيرة للمرأة الكويتية أنت بتخيل مرأة مواطنة وفي ديرتي وأشعر بالقلق تجاه أولادي أو كل كان سابقا كل خمس سنين لازم أروح أسوي أجدد إقامة وأدفع رسوم رسوم تجديد إقامة وتجديد رعاية صحية أنا مواطنة لازم أجدد إقامة عيالي وأشوف طريقة أجدد إقامة زوجي يعني ومرة أخرى أقول لك الإجراء الغير حصيف يخلق حالات اجتماعية مضحكة وغير حصيفة أعطيك مثال عندي صديقة متزوجة من غير كويتي راحت قبل فترة تستلم جواز سفرها مجدد وبالرغم من طلع قانون من المحكمة الدستورية أن المرأة الكويتية الحق في تجديد جواز سفرها وأوراقها لأن كان سابقاً لازم زوجها والوصي أو الولي عليها والزوج أو الأبو بعدين طلع حتى كنا نضحك وقتها كانت توها دكتورة معصومة مبارك مستلمة الوزارة فكنا نقول وزيرة بس ما تقدر تطلع جوازها بنفسها بعد ذلك المحكمة الدستورية حكمت وأصبحت تستطيع أن تستخرج أوراقها مع ذلك حتى إلى الآن إذا تروح المرأة الكويتية عشان تستخرج أوراقها يعسلقونها يعني تصادف صعوبة أن يطلع أوراقها فأصروا على صديقتي هذه أن يبي زوجتش عشان هو يوقع على استلام الورقة فتقولهم زوجي غير كويتي تبي يوقع على استلام وثيقة كويتية؟ أصلاً زوجي مو كويتي يوقع على استلام جواز سفر كويتي بأي منطق فشوف الإجراء الغير حصيف ينتج لك تعقيدات اجتماعية حتى ما تتخيلها يعني شنو هذا الموقف الغريب والظهر قال بعين ما يدري بعين بس توهق وعاند يعني واضح فالمرأة الكويتية بالخلاف المعاناة اليومية مع عيالها كذلك في الواتساب أن يلوم المرأة الكويتية على المطالبة بحقها لأن أنت معناتها أن ما قعد تحترمين جنسية زوجتش وأولادتش وما قعد تعتزين فيهم هذه إهانة حق زوجتش ما حد قالتش تتزوجين من خلاف بس سيئ يعني لغته ولهجته سيئة ويبدو أنها يعني مسوينا كاتبينها بطريقة كأنه صادر من النساء كأن امرأة تحاجي امرأة ممكن ممكن امرأة تحاجي امرأة يعني ما تدري وفي مواقف من النساء ضد بس أقصد يعني صياغتها كانت مسيئة جداً مقززة تظهر قال ايه ايه الحين في ما يخص ايه فالحل الحين نفس حل المرأة التي تتزوج من بدون أن تنفصل بطريقة قانونية قبل ما عيالها يوصلون 12 سنة بحيث أن تطالب بجنسية في الغالب يعني في حالات كثيرة يساون شديد ينفصلون قانونياً ويبقون على عقود شرعية وهذا يدخلون في قضايا الزنة على فكرة ايه خطير جداً عشان بس تقدر تقدم لأبنائها تقدم مو تضمن اه تقدم تقدم يمكن يعطونا يمكن ما يعطونا ايه طبعاً ايه من حقوق المرأة هذه الحين شيء رئيسي طبعاً الجنسية شيء رئيسي وما يتبعها هذا سكن علاوة الأبناء اللي تصرف للرجل القروض اللي ما تعطى شوف المرأة الكويتية مع أبنائها لا تعد أسرة الأسرة لازم فيها ذكر يعني عشان نصرف لك حق سكن لازم تكون أسرة صحيح الأسرة ممكن يكون الرجل وأبنائها بس مو المرأة وأبنائها لازم يكون فيه رجل في المعادلة عشان تكون أسرة فهذه نظرها يعني دونية للمواطنة الكويتية ولذلك هذا يعرق السكن العلاوات القروض كل أمورها الحياتية اليومية مثلاً الحين كان فيه كلام فيه حراق قوي على التوقيع الطبي على العمليات صح اللي حتى تغير اللي هو فقط التوقيع لأبنائها أعتقد لكنها لا تملك مثلاً إنها توقع ل حالك نفسها تتوقع حق نفسها لازم وحتى الأبناء حتى لأبنائها حتى لأبنائها الآن أصبح بإمكانها أنها توقع لأبنائها لكن فقط لأبنائها ما توقع لأقرباءها الآخرين يعني ما لها ذات المصايا من الرجل هذا يحتاج يتغير يعني جوانب شذي صغيرة أنا أذكر إحنا كنا لما بسجل أبنائي بالمدرسة لا روحي يبي توقيع أبوهم يعني أنا لا لازم توقيع الأب على التسجيل في المدرسة أو مثلاً تدخل تفتح حساب بالبنك حق الأبن لازم الأبو حين أنا دخلت لا ممكن أدخل وافتح حساب وحط فيه 100 دينار مثلاً بس أطلع بره البنك ما لي حق في هالحساب منو يقدر يستخدم هالحساب الأبو أنا فاتحته أنا حطه في فلوس لكن الأكسس عليه للأبو لأنه هو الوصي أو الولي الطبيعي أنا لا حتى لو أنا اللي فاتها الأحساب فعندك دقائق شذيه مو بس معرقلة مهينة طول الوقت تشعر بالإهانة غير الجانب عادل اللي شب نار هذا كل ما نذكره وهو أنا بالنسبة لي قانون الأحوال الشخصية اللي يحتاج إنه هو يتغير تماماً يصبح أكثر مدنية موائم للمتطلبات العصرية ويعطي المرأة مثل ما يعطيها الحق في الدخول إلى الزواج أحياناً حتى لأن الآن في المذهب السني ممكن للأب إن هو يزوج بنته لكن مثل ما المرأة لاحق إنها تدخل في الزواج بإرادتها لازم تخرج من الزواج بإرادتها فقوانين الطلاق والحضانة كلها تحتاج إلى إعادة تعريف مدني وهذا موضوع شائك وناري سكرة بلا سكرة ها؟ والله أنا ما عندي مشكلة هذا بس الفكرة كلها نحنا بعدين بدون ورق يشب لا ما في ورق وهو ما راح يشب شيء أنا أتصور إن مركة مندمج بالفكرة يعني بس على راح تتشب أبي أقول لك يعني أنا أتصور إن الشريعة الإسلامية فيها من الطواعية والسلاسة إنها تتسع لتفسيرات وتعريفات جديدة تبدأ تعطي المرأة المزيد من الحقوق المساوية للرجل حتى من النظرة الشرعية وفي دول يعني أعطتنا نماذج مثل ذلك تونس المغرب يعني بدأت تعطي للمرأة حقوق مساوية تماماً وبدأت تنتهج مناهج مدنية بالرغم من تدينها يعني صح فوجدوا موائمة بين الخطاب الديني والخطاب المدني لازم نسوي كذلك لازم ما عادت ما عادت الدنيا ولا عادت زمن يحتمل غير ذلك حلو وضحت فالحين أنا اللي أفكر فيه دكتورة أن أشوفها هذه يعني أغلب الأشياء التي قلتها مسلمات بالنسبة لي إذا كان فيه أحد تقدم بقانون مفوضي تكون موافقة عليه هل هو ما فيه تحرك لتغيير هذه القوانين أو أنه فيه نفس معارض لتغيير هذه القوانين هو كان فيه محاولات لإنصاف المرأة بقوانين مختلفة بس إحنا عندنا مجلس الأمة كأنه فيه خمسين حزب لأنه ما عندك عمل حزبي منظم ما عندك قوائم فكل نائب أو نائبة بروحهم يشتغلون فتمر الأربع سنوات لا قانون ينجز لا شيء يتم لأنه صعب جدا أنك تأخذ إجماع النواب العمل الحزبي أهمية أنه يسوي كتل في البرلمان فبالتالي تقدر تمر القوانين لكن لما كل واحد بروحه إما تضطر لأساليب ملتوية لتمرير قوانينك أو أنك تقعد دابتش لمدة أربع سنين بلا نتاج ودائما لاحظ أن قضايا المرأة أو قوانينها تأخذ مقعد خلفي يعني كل ما تقول إنزين والمرأة أوه ليش كثير عندنا مشاكل كل شوي تقولون لنا المرأة دائما المرأة في المجتمع قضاياها غير مهمة تأخذ مقعد خلفي يمكن الانتظار يمكن تسويفها أنتوا ليش مستعيلين نطرخ نحل المشاكل المهمة أول طيب ليش مشاكل المرأة مهمة فإعطاها مقعد خلفي دائما يخليها تتأخر يعني بالحلول يجب أن يكون هناك تهديد من المرأة في الانتخابات أو شيء أو يكون هناك دعم منظم لأحد معين بحيث أنهم لا يفهم تهديدنا كأنهم لم يأخذون الموضوع بشكل سهل وأصلاهم يصوتون لنا تحتاج لإجراءات شديدة من المرأة ونحن معارفين قيمة نفسنا نحن أغلبية في هذا البلد نحن القوى العاملة في هذا البلد نحن معارفين قيمتنا ويمكن جزء كبير من ذلك هو إيجابي وسلبي لكن جزء كبير من ذلك هو الراحة الاقتصادية في النهاية أنا عندي بيتي وسيارتي ومرتاحة وفي لقمة على طاولة هذا الاستقرار الاقتصادي ما يخلي فيه إيرجنسي ما يخلي فيه استعجال إن أنا أحل الموضوع لاحظ الدول اللي تصير فيها تحركات قوية في التغيير يكون فيها حاجة ملحة حاجة يومية إحنا ما عندنا هذه الحاجة لكن أتذكر والله ما أنسى هذه الكلمة كنا أيام أيام الاعتصامات حق حقوق المرأة السياسية كنا نطلع نوقف في ساحة الإرادة وقتها كنا نسمينها ساحة الإرادة وقتها لا ما كانت نسمى ساحة الإرادة كنا نطلع نعتصم هناك ونقطع ونذهب ندخل المجلس ونحضر الجلسات ويطردوننا ذكريات فواحدة من هالأيام رجعت البيت كانت يوم متعب وكنت محبطة وأنا دائماً يعني ما أقصر بالعائلة أودي أحباطاتي حقهم ذات الأخيرة الزعل كل أودي عندهم يعني كل الأحداث اللي على الساحة أتروح للبيت بالليل عند زوجي فكنت محبطة ومضايقة فقال لي قال لي شوفي طلعوا كلكم قعدوا في ساحة الإرادة ثلاثة أيام لا تروحون دواماتكم قعدوا قعدوا بالساحة لا تتحرقون يقول لي تخيلي ثلاثة أيام بدون كل القوى النسائية في الوزارات ولا مرة تداوم بدون المدارس ولا مرة تروح تداوم في مدرسة صح يقول لي اهي ثلاثة أيام لو تطلبون لبن العصفور يصير يقول بس يبيلها إرادة قلت لها شلون شلون تطلع الجموعة النسائية تبات يعني يبيلنا حاجة ملحة تطلعنا طبعا ما قدرنا نطبق الفكرة ولكن ما زالت ترن يعني إلى الحين صح أنا قاعدة تخيلها أنا عبالي صالحة لو تقول إنها صارت أنا مادري عنها لا ما صارت صار في بيات في الليلة واحدة كان أيامنا بيها خمسة أي باتوا والشباب في صحة الإرادة وكانت مؤثرة يعني الفكرة كانت مؤثرة بس يعني ليلة شباب وبنات يعني رجالية نسائية كان في ثبات على الموقف إلى تغيير الدوائر لكن حق المرأة ما تمشي تشري وأنا أتصور إن راح تكون جدا لازم يكون في استعراض نصل العضلات على قراتهم ترى إن إحنا بين فترة وفترة ترى إحنا مو حاسين بقيمة نفسنا يعني مو حاسين إحنا أكثر من 60% من المجتمع الكويتي إحنا القوى العامة الرئيسية إحنا اللي ندير المدارس والوزارات والمستوصفات صح والمولات اللي قاعدة كلها قوى نسائية صح نقعد بالبيوت ثلاثة أيام شفت كورونا شلت الدنيا نحن نسوي تشري شكرا نشيل الخطة هذه من هذه نشيل الخطة هذه خطرة قرأت لك مقال دكتورة عن المنقبات منقبات منقبات وجود نقاب وهذه النحية ه líست��린 حرية وهذا ما عندي أنا عندي تساؤل لما ينا تكلمنا عن الأمن والأمن في المطارات وذا discrimination حريياً حطناً على موضوع العقريات وهذا.. أوكي.. ما عندي.. أنا عندي تساؤل.يناً تكلمنا عن الأمن والأمن في المطارات وإذا تطلب منهم إنهم يشلون النقاب هل إنتِ تشوفينِ أني من باب الأولى إنهم يشلون ليش أنا..َ عندي تساؤل ها ليش ما نكيف الأمن على الحريات أنا ما قاعد أشوف النقاب كنقاب أنا أشوف النقاب يمثل الحريات فأنا ليش إذن إليهم نقاب بباشر شي ثاني فأنا ليش بدل ما نطالب في طرق أمنية تكيف على الحريات نحن نكيف الحريات على المتطلبات الأمنية التي تمستها من مقالك أول أمس نشرت مقال عن هذا الموضوع تحديداً واقتبست في مقال أنا كنت قاد بتها في 2019 بالضبط أقول في هذا خلاص سأصبح محامي أنده أن الحرية أولى من الأمن وإذا نستطيع أن نكيف الأمن يخدم الحرية لابد أن يخدم الأمن الحرية موجود المقال حتى على تويتر أول أمس نشرت على الحرة وينزل على الوеб سايت على طويتر وعلى الحرة نحط نحن مقال أنك مشاريع تنزيل مقال بشكل دوري ما كنت أدري وأشياء صراحة فيها أفكار فنحطهم نحن بالدسكريبشن بعد مرة واحدة قواكم الله فالفكرة هو النقاب مثل أي اختيار ملبس آخر لابد أن يكون متحرر تماما من أي قيود تربطها ولكن هناك الكثير من الجوانب وحتى أنا في نقاشنا الأيام الماضية على تويتر التضحت لي قاعد أقول مهما تعرف في الموضوع دائما في جوانب خفية عنك ودائما في جوانب أصحاب القضية يبدونها لك أنت ما كنت مفكر فيها فأنا مثلا في 2011 لما فرنسا طلعت قرار منع النقاب يعني تفهمته واستحسنته قلتي يعني هو كقرار قرار قوي لأنك أنت بنهاية بتكشف وجوه الناس في الأماكن العامة حتى تكون الشخصية معروفة وتكون وخصوصا في مجتمع مثل المجتمع الفرنسي المتعنصر جدا والكبير جدا يعني الإجراء الأمني اللي يخدم النقاب رح يكون وائد صعب لكن الإجراء الأمني بالكويت سهل يعني إحنا العدد هنا سهل جدا أنك تخدم هذه الحرية بالإجراء الأمني بينما في فرنسا رح يكون عسير ففي فرنسا مفهوم given تاريخهم وعنصرية والحساسية يكون فيه بصمة إنها تعرف على الهوية يكون فيه بصمة هو مو بس هذا هو مثلا الكاميرات لما تراقب لما يصير حدث وتبي تعرف هوية الشخص الشخص يكون متغطي فما تعرف هويته وهذا مطبق في نواحي أخرى مثلا يعني في المطارات ما يصير بتربس كاب ونظارة مثلا أو ما يصير يكون فيه ميك أب ثقيل يخفي الهوية أنا حتى في المقال اللي أقولك عنها بنتك كانت لابسة نظارة مو نظارة كانت لابسة عدسة عدسة عفوا خلوها تشيلها لأن جهاز التعرف ما قدر يعرفها من عينها تقول لها ما أشوف باجي الرحلة كلها ما راح أشوف قال لها لا تشوفين تشيلين العدسة واضطرت فعلا أنها تشيلها فالوضع الأمني ملح هو جانب يجب أن نحن نأخذه بعين الاعتبار إذا نقدر نوظف الأمن أنه يخدم الحرية من باب أولا أنك توظف الأمن أنه يخدم الحرية يعني أقدر أحط نساء يفحصون أقدر أحط نساء على أبواب الامتحانات يعني هذه عندنا معضلة في الجامعة لأن كل الامتحان لازم تيب أحد يفحص تخيل يعني العدد كله لازم يبقى أحد يفحص هوية الطالبة قبل لا تدش تمتحن فهذه إشكالية عند بعض الدكات أو يبقى جهاز ببصمة لا أدري يعني أقول لك أنت بالجامعة ممكن طبعا في مثلا في الأماكن العامة الدخول في الأماكن العامة الحساسة التي تحتاج إلى فحص ممكن أن نكتب خصوصا في مجتمع صغير مثل الكويت مجتمع ما سبق أنه صارت فيه أحداث من منقبات هناك كان فيه أحداث يعني تدعي أنهم يدخلون في حريات أنا أتذكر أن في قصة أو قصتين أنه كان فيه ناس متغطين وصارت أعمال شغب وما قدروا يعرفون هوياتهم لأن ناس متغطية وما عرفوا وحالهم حل أي ناس ممكن يتغطون طبعا فعشان تشذي قاعد أقول لك أن مفهومة فكرة أنك أنت تبي تكشف عن وجه الشخص باستمرار هو مو فكرة النقاب يعني ما يصير أنت تكون مو محجب هذا الشخص مو محجب بس حاط شيء مغطي ويها هم مو مقبولة عندهم يلاحظ أن تكشف ويك طول الوقت لأنه هو هويتك لكن إذا أقدر أسمح للأشخاص بممارسة حريتهم وأوظف الأمن في ذات الوقت طبعا هذا هو هذا هو من بين النقاشات يعني شوف جوانب ما كنت ما تخطر دائما في البال كان فيه وحدة قالت دكتورة إذا تم تقنين النقاب إذا تم منع النقاب هذا يأخذ من فرص بعض البنات اللي في أسر اللي أهلهم يمنعونهم من الخروج بدون نقاب فهي يدوب قادرة تطلع لأنه متنقبة لكن إذا منع النقاب لا بتروح عمل لا بتروح دوام لا بتروح تعليم فالدعوة لمثل هذه التقنين ممكن تكون خطرك لي فعلا طبعا ودائما التقنين أصلا يعني ينفر منه التقنين في حرية الإنسان تنفر منه مباشرة لكن ردت عليها وحدة وكان رد والله مثير للانتباه قالت لها كانوا الأهل يمنعون بناتهم من التعليم كان عيب ومرفوض لا أن جاء قانون وفرضه اليوم كل يتعلم حتى بنات أكثر الأسر التزاماً ومحافظة وتدينا لأنه يا قانون فرضه فيمكن إذا فرض قانون يساعد على تحرير المرأة أكثر على حرية اختيارها أكثر إذا جاء قانون مثلاً يمنع النقاب في الأماكن العامة راح تقول فهي قعد تقول أنا مجبرة عليه إذا أتى قانون مثل هذا راح يفرض على أهلي هذه الممارسة ياتها واحدة ثانية قالت لها إيه بس إذا كان النقاب باختياري بضبط أنا إيه بس أجهل السؤال إيه فكان النقاش جداً مثير للاهتمام لأن صاحبات الشأن قاعد يتناقشون فيه عجيب ومهم جداً إنه نحن نؤكد إنه في قضايا الحرية بالرغم من أن التقنين أحياناً يكون مهم لكن منثر يجب أن يكون آخر شيء تلجأ له تقنين الحرية ويجب أن يكون له سبب يعني غاية في الخطورة أنك أنت تقن الحرية مثل أنه بالمطار مثلاً لازم تكشف عن وجهك يعني لازم يكون موضوع كبير جداً ولازم يكون ملح في المجتمع يعني عندك مثل ما أنت سألت هل في خطورة فعلاً في المجتمع الفرنسي في عنصريات مثلاً في جانب أمني يبيح مثل هذا التقنين أوكي لكن في مجتمعات مثل مجتمعاتنا اللي هي معتادة على النقاب وآمنة في حيزة وما عندها مشاكل معها تقدر تعطي هذه المساحة للنساء بالمقابلة بعض النساء تقول لا إحنا نتمنى أن يصير التقنين لأن هذا رح يرفع عنا الفرض اللي قاعد يفرض علينا من عائلاتنا فعندك أكثر من وجهة نظر يعني بالنهاية صاحباتها أولى بأن احنا نستمع لهم ونفهم القضية من جانبهم ولذلك كان غريب أبي أشير لوحدة من الجلسات اللي حضرتها في مجلس الأمة كان مناقشة قديم كان مناقشة المنقبة حق المنقبة في القيادة كانت جلسة سريالية بكل ما تحمل الكلمة من المعنى لأن كلهم رجال اللي قاعد يتكلمون ولا جانب يعني كلهم قاعد يتكلمون لا المرأة المنقبة لها الحق لا تقدر تشوف حتى لو كانت قاعد تقول سيارة لا العينها تقدر أنت رجل عمرك مال بس نقابل وسقت سيارة كيف قاعد تناقشون موضوع أنتوا معايشين أصلي وضع سريالي غريب كان أتذكر غرابة هذه الجلسة لا أحد تكلمون قامت يا عم نيب ناس ولا نقابل الفئة المعنية ناخد نسول لهم استبيان فاهمين الموضوع لا مرضى عليهم مرضى على الرجال أنا قتلت للمحاميهم بعد أنت بترضى على القادسية راح أغير رأيك في بعيد أشياء إن شاء الله إن شاء الله بالعكس نحن دائما عندنا الأوبن مايند وندور المعرفة ونبين تتقف طبعا أنا من ناحيتي أموري طيبة وحسيت أني أنا كل الأمور التي كانت في بالي ناقشت فيها بشكل سريع في أشياء معينة تشوفنا حقوقية مجتمعية للمرحلة القادمة ممكن غير اللي تكلمنا عنها مخاوفي في المرحلة القادمة أنا متصاعدة تجاه العلاقة بين الكويتيين والمقيمين في الكويت أشعر أنه في تنشن في توتر كبير جدا بين الكويتيين والجاليات الغير كويتية يعني الجاليات المقيمة في الكويت بالأخص الجالية المصرية عشان نكون صريحين يعني فيه هجوم شديد فيه حس كراهية ارتفع فيه نفور مخيف حق مجتمع صغير بحجم مجتمعنا المجتمع الصغير اللي ما يكون آمن مع ضيوفه هو مجتمع متوتر ورح يعاني كثيرا أمنيا إحنا مجتمع بنية على سواعد المقيمين من البداية الكويت تأسست معظم مؤسساتها على أيدي صح على أيدي غير كويتية وكان فيه تعايش ومحبة والأهم أنه ما كان فيه جرأة للتعبير عن النفور من الغير كويتيين أو الجرأة في تبيان العنصرية ضدهم كما هو حادث الآن العنصريات دائما موجودة وقد يكون عند الناس مشاعر مكبوتة لكن كانوا يعلمون خطأها فما يصرحون فيها الحين أصبح فيه وقاحة في التصريح أصبح ما مو مخجل أن أنا أتكلم عن هذيلة اللي أدونا يعني مو بس أنك تشعرها أنك بعد قادر أنك تصرح فيه وتشعر أن هذا عمل وطني أنا قاعد أدافع عند الكويت وعن أهل الكويت لما أسوي بس هذا مو حرية طبعا حرية أكيد نعم حرية أنا قاعد أمقدها هل جانب إيجابي هالموضوع أنه قاعد نرفع سقف الحريات أو لا يأثر كل صوت ينطلق متحرر هو إضافة إلى جانب الحرية ولكن هذه الآراء قاعدة تنتقص من الأخلاقيات المجتمعية كيف أغيرها مو أني أقمعها أو أسكتها لأن إذا سكتها ما رح أغيرها يعني الإنسان اللي يشعر بهذا الشعور إذا سكتها ما رح يتغير شعورها لأنك تسكتها أقنعها بإني أنا أفتح حوار وإني أنا أغير من المشاعر المجتمعية بالفعل ولازم لازم تتدخل الحكومة لازم تكون فيه سياسات تقلل من الحساسية اللي موجودة بيننا وبين المقيمين وهناك سياسات واضحة يعني أولاً لازم تعدل شيء من التركيبة السكانية لازم تعدل شيء من التركيبة السكانية لازم التركيبة السكانية تتعدل نوعاً ما عشان الكويتيين يشعرون أن لديهم فرص متساوية وليش ما نخلق فرص؟ طبعاً تخلق فرص يعني أنا كنت قاعدة تناقش في هذا الموضوع دكتورة معلش أنا آسف بس في مثلاً نحن نقارن تركيبة السكانية اللي عندنا موجودة في الكويت وقارنها مثلاً مع الإمارات ممكنها نشوف أن التركيبة السكانية عندنا كنسبة وتناسب نحن ككويتين نسبتنا أكثر من الإماراتين الموجودين في الإمارات فهي بس تتوافق مع رؤيتهم وستراتيجيتهم أنا أحس لأننا لا لدينا رؤية لا لدينا استراتيجية طبعاً لا لدينا خطة دائرة فنحن نغير التركيبة السكانية وفق أي منهج هذا السؤال القصد أنا أقول أننا الآن عندنا ثلاث أجانب لكل كويتي يعني عندك ثلاث أجانب يخدمون الكويتي الواحد وهذا خطأ مو بس تركيبي يعني مو ديموغرافي بس هذا خطأ حتى اجتماعي أنك أنت ككويتي محتاج كل هؤلاء الأشخاص لأنهم يخدمونك لذلك لابد أن يتم تغيير الطبيعة المجتمعية طريقة اعتمادنا على الآخر صح والطريقة اللي نقدر نساهم فيها في خدمة البلد لازم الكويتيين يغيرون نظرتهم للوظائف أنه مو كلنا لازم يكون مدرة وعندنا مكاتب يعني الناس لازم تبدأ تعمل في تكلمنا عن الفكر الريعي هذا اللي كانت تكلم عن المعاد فهذا يحل المشكلة كذلك الإجراءات الحكومية في استجلاب العمالة يعني عندك مثلا بان كورونا ظهرت مشكلة تجارة الإقامات الآن كورونا طلعت كل المصائب اللي كانت موجودة تحت الصف إذن أنت عندك تجار قاعد تاجرون في هذه تجارة بشر قاعد يبناس وتقطهم بالشارع عشان تأخذ عليهم مبالغ إذن هنا نلتفت إلى عمالة هذا جزء من الخلل في التركيبة السكانية نوعية الناس اللي أنت تستجلبها كعمالة إحنا دولة صغيرة وعندها مقدرات تستطيع أن تفحص نوعية العمالة اللي تتخذ حتى تفحصهم نفسيا وهذا ضروري مو بالضرورة تيب نوعية العمالة لازم حتى تسمعش تقول إن شاء نفحص النفسية عشان نكون حطش بالصورة على الأقل على الأقل للناس اللي في المراكز الحساسة اللي بتيبهم في المراكز الحساسة وأنا بقول نقطة أدري إنها صعبة شوية لكن لازم التوجه الحكومي في استجلاب العمالة يكون تجاه استجلاب عمالة تضيف فكريا مو تقول حاضر لا تيب عمالة بس تقول لك حاضر لكن تضيف لك فكريا لأن هذا الاستياء الكبير للكويتيين من الكثير من العمالة الموجودة وأنا أتكلم عن عمالة سواء في درجات مرتفعة أو منخفضة يعني حتى القيادين منهم هذه الجالية موجودة في الوزارة وبس تمشي معاملات ولا تسوي ما هو يتصرف بهذا التصرف طبقا للمنهجية الكويتية صح وهو يقيسك أنت شنو تبيه يقيسك شنو تبيه فالحكومة يجب عليها أن تتوقف أو الإجراءات الحكومية تتوقف عن أنك تهيب يسر الشخص اللي بس يقول لك يسر أنت تبيه شخص يضيف لك ولذلك حتى أحياناً لما يوني وظفون موظفين تحتهم الموظفين الكويتين الكبار ما ييب كويتي لأن الكويتي ممكن يجادل ويناقشه يقول أيب مثلاً مقيم أقدر أن أتقيه بطريقة بحيث أنه يوافقني وما يأذيني هذا الإجراء على كل ما يحمله حتى تعبيري عنه من عنصرية من إنيانا بروحي قاعدة أقول هالكلام يجب أنه يتوقف لأن كل بلدان العالم فيها اللي يقول لك نعم ولا يعني حتى الكويتين فيه اللي يرضخ فتستجلب العمالة الجيدة لما تروح إلى دول تيب منها مثلاً مدرسين لا تروح إلى القرى وتيب مدرسين من مدارس متهالكة بس لأنها أرخص كعمالة أهيبهم خريجين جامعات جيدة ويضيفون لي بذلك أنت ترفع مستوى العمالة اللي عندك في الكويت فيكون رد الفعل الكويتي تجاهها أفضل رمي كل مشاكلنا على المقيمين وكلما الوافدين والله إيه الوافدين في بحونا التروسة وشوارعنا هم اللي كسروا الشوارع وهم اللي مسببين خنقة زحام طول الوقت إحنا من الستينيات عندنا نفس عدد المستشفيات نفس هذاتها هو اللي يخدمنا طيب ما إحنا زدنا من 2 مليون لـ 5 مليون الحكومة ما عندها مقدرات مالية تقدر توسع على الناس وتزيد الخدمات وتتسع في الشوارع وتسرع في مشاريعها هذه بحيث أن الجميع يشعر بالراحة يعني في حلول بديهية سريعة حتى معاملتنا للمقيمين اللي طوفي شارع يسفرونا أو شيء شديد على طول الأسهل إجراء هو التسفير ليه إجتعواه يعني هذا خطأ وهي واحد ممكن يوقع فيه وبدون وبدون أشتع وطأ في شارع سفرت يعني هذا خطأ أحيانا التسفير من قبل الشركات اللي موظفتهم حتى بدون محكمة يعني بدون حكم محكمة يتم على طول فأنت عندك يعني إجراءات قمعية نظام الكفالة كلها نظام الكفالة هذا وايد مخرب العلاقة بين الكويتيين والأجانب لأنه مو بس ظالم للأجنبي حتى ظالم للكويتي كل المسؤولية تقع على عاتقة هذا هو سوى شيء أي شيء يصير وقعت على عاتقك أخطأ بيتسفر لازم أنت تدفع لأنني أنا ما سويت شيء أو أخطأ أو نحاش مثلا قاعد تخلق علاقة مريبة وكأنها علاقة مالك ومملوك وتدق عليها تقول لها حطك ونعرف ناس يدقون يعني يقولون لي في ناس يدقون على جالية الموجودة مثلا يقول لها حط عليك تغيب ولا حط على ولدك تغيب يعني أنا واجهت موقف مرة دكتورة كان يانا شخص انتقل من شركة بيتوظف عندنا أنا قلت واحد قال بس الموقف صار لي أنا صراحا يعني كان يقول لي ما أقدر إيكم عقب ما تفاوضت معاو كان يقول لي ما أقدر إيكم قلت ليش بطل الواتساب وسمعني الواتساب كفيلة يقول لها رد الشركة اللي انت كنت فيها طبعا كفيلة تاجري قامت وأنا دزعت اسمها حق ناس مايا يقول لها رد إيه شرائك ترد الشركة اشتسوى عليك أحط تغيب على ولدك هذا ريال عود دكتورة مو صغير يعني كبر يعني كبر أبوي ما أحب يعني هو يعني يقول لي شي مو حلوة طبعا مؤلمة جدا مؤلمة جدا تسمحها طبعا وقعدي وقلت له يعني الله معك وأي وقت تقدر أنا تحتمرك يعني إذا لا تحسني راحة عليك الفرصة ما تبي تعال يعني إحنا موجودين ناطرينك وكسر خاطري يعني بس فأنا لما قمت شفت الموقف هذا يعني كنت يعني قابل على سوق سوق العمل وقاعد أشوف يعني مزعج ومو حلو ومو حلو واحد الكويت ومو حلو واحد نحن ويسبب توتر في العلاقة يعني على طول عندنا توتر في العلاقة العلاقة مو طبيعية لأن كأنها علاقة تلف ودوران كل واحد شلون يصيد ثاني بعدين مثلا دائما تسمع شكاوى من الكويتيين إنه لا هما يمشون حق ربعهم الأطباء خليني أكون وابحة صريحا الأطباء المصريين بس يمشون ربعهم المصريين في المستشفيات طيب الأطباء المصريين هذين إذا حطيتهم في بريطانيا يتصرفون شذي يمشون ربعهم ولا في قانون صارم يحكمهم ما يقدر عادل يعادل بريطانيا عادل طبعا إذن أنت عندك نقص في تطبيق القوانين وبعدين إذا أنت تمشي سالفة الوصايت وتعطي هذا المثل للغريب الذي يعيش عندك يسوي نفسك قبل أن نلوم الآخر وقبل أن نخلق خطاب عدائي بيننا وبيننا نشوف المشكلة عندنا نحلها عندنا إحنا إذا حلينا مشكلتنا إحنا رح تنحل هي سلسلة مترابطة رح تنحل بدون حتى يعني كثير ملجوط بقية المشاكل المترابطة معها جميل جدا حياة شاء الله دكتورة إن شاء الله بعشون نعطي تشعر قا تسيا تخذنا معك في بيت أنا يا أسألك غير ترايك لنا هذا تغيير لا صعبة تختارها كل الأراء الأخرى إحنا متفقين صعبة صعبة بس مو مستحيلة صعبة بس مو مستحيلة لا يعني هي مستحيلة إلا إذا أنت ما عندي يعني أنا تابع كل مبارياتي مو غش مرة يعني دوريات لبرة الكويت ما أشوف مباريات بس لا باطلة بس أعصب إذا أنت سحرة إذا أنت سحرة إذا أنت سحرة إذا أنت سحرة أجرب أجرب صعبة حيل يعني صعبة حيل صعبة حيل ما أدري ما أعني فجربي هو شرف المحاولة نجاح بحدياته وأنا أجرب ونشوف منه ويخلح الثاني خلاص نشوف سهلا الله خير دكتورة ما قصرتي وأثريتي الحلقة صراحة استفت وائد الله خليك وفعلاً في أشياء يعني أنا يعني ممكن ممكن غيرت رأيه فيها ممكن حتى أن أنا وثقت من الفكرة اللي كانت في بادي وما كنت أنا عارف جوانبها وفي أشياء راح أعتاج أني أبحث فيها بعد سيادة بس أنا أتوقع فتّي المقر اللي إحنا السلسلة نسويناه فتّي المستمع ومكانك متماتبين أي فكرة يدين كل يوم قاعدت ما شاء الله كل كم يوم تطلعين مقال وأفكار وأشياء يعني تسوي لها research فأنا راح أكون يعني حريص أن أنا أكون updated معك حيث أن كل ما تصير إذا لفت انتباهي بمقال معين نفس هذا نقدر نحن نتكلم فيه إن شاء الله مشكورين على الاستضافة أنا وايد ساعدت أنا عموما يعني يطيب خاطري وقلبي لما أقعد مع الشباب وتكلم معهم كلامهم غير جرأتهم غير أسئلتهم غير الحوار معهم مختلف دايما والأمل اللي يحطونا في القلب من بعد نهاية الحوار وهو أحلى شيء أخرج فيه من الحوار الله أحبتك موفقين دوم وأنا سعيدة وعد بلقائكم وأتشرفكم معكم دائما الله يسلامتك على خير